شعبنا بمارس المقاطع من مئة ثانية تقريبا من وقت البريطاني رح نحكي بالاستراتيجيات محمود أكتر لك قدام بس بدي أقارف المعايير اللي دائما فيه عليها جدل وفيه عليها نقد وانتبه أنه أنا من أول ما بلشنا ما حكيتش كلمة مطبع لأنه هذه مش موجودة في قمص حركة المقاطع ما بنوسم الناس بهاي الأوسمة المشكلة أنه يطلع حدا في أوروبا قاعدة تحت الكوندشن ومقضيها يوكل دوناتس ويطلع يقول إنه إحنا لازم مع المقاومة والكفاح المسلح طب فيش ضحضة ضد بس في أوروبا شلخ الأوروبيين يفهو ياريتنا مش بحاجة لنهتم في الوطن العربش لأنه حركة المقاطع بتروا على المكان اللي بدها شهور الهدف إنه الشركة الأم اللي أنت بتحمل شعارها والهي مسؤولة عن علامتها التجارية عندك وعند الاحتلال مطالبة أخلاقيا اليوم إنه تعتذر لأنه فرعها لدى الاحتلال أيد جريمة إبادة جماعية جماعة إبادة جماعية هاي فكروا إنه معاركنا عالتيك توك معارك الشعب الفلسطيني عالتيك توك وين يكبس أكثر؟ هاي هاي وقاحة دناء هاي وساخة هذا استغلالا نضال شعبنا الفلسطيني عشان لمو شوية مصاري شحدين هاي بصراحة يا أنا اسمي محمود نواجعة منصق العام لللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة اللي بتقود حركة المقاطعة بيدي اس وهي وساعة الله في المجتمع المدني الفلسطيني عملنا حلقة من تقارب مع بقاوي في وقت صعب بصراحة صعب جداً بمر في شعبنا بالذات في قطاع غزة من جريمة إبادة جماعية مكتملة المعالم واللي أدى إلى تغيير كبير في استراتيجيات وعمل حركة المقاطعة نتجة الوضع الراهن واللي تهدو بشكل مباشر لوقف جريمة الإبادة الجمعية ضد شعبنا مع استكمال الحملات والضغط باتجاه مقاطعة الشركات كانت تورطت في هذه الجريمة مساحة مهمة فيها كثير فيها كثير تفاصيل كنا من نحكي عن كثير أشياء أشياء تاني مش بالضرورة تركيز على حركة المقاطعة بس راح التركيز بهذا الاتجاه لأن دورها اليوم مهم جداً على كل المستويات بذات على مستوى الضغط على تغيير السياسات في أمريكا والاتحاد الأوروبي اللي صررنا نلمسه اليوم مررنا بأوقات صعبة جداً جداً في الحركة بذات مباشرة بعد 7 أكتوبر لما كان في هناك حالة من الشل العام في التضامن لكن استضهضنا كل طاقاتنا وكل جهودنا والليوم في تغييرات كبيرة جداً تحدث حول العالم وهذه التغييرات سيؤدي لوقف جريمة الإبادة الجمعية ضد شعبنا الفلسطيني وستؤدي لاحقاً إلى تقديم كل هذول المجرمين لمحاكم جرائم الحرب ومحاسبتهم على كل قطر الدم نزفة من أي طفل وأي شهيد من أهلنا في قطاع غزة وعلى كل مسلسلة تطهير الأرخ الممنهج اللي بصير في الضف الغربي ما فيها القدس وأيضاً على كل الترهيب والتحديد اللي بحدث لشعبنا في الداخل في 48 تحياتي لكم شوفوا الحلقة مهمة فيها كثير تفاصيل وإن شاء الله بنكون في حلقات تانية بيكون الوضع أفضل وعلى أقل تقدير بنقدر أن نبتسم على شاشة الكاميرا هذا سيحدث وسيأتي وقت سوف نحتفل فيه جميعاً مع أهلنا في قطاع غزة في أوقات أفضل من تاريخ شعبنا الفلسطين تحياتي مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد البقاوي وضيفي لليوم العزيز محمود نواجعة عنوان حوارنا اليوم رح يخوض في المقاطعة في أهميتها وجدواها وخلفياتها واستراتيجياتها وكل الآليات العمل اللي بتشتغل فيها المقاطعة اليوم عم بتكون عنوان مهم مش بس كأسلوب لمقاومة الاحتلال بل بالعكس أسلوب للتشبيك وتوسيع شبكات التضامن وتعزيز روايتنا حول العالم قبل ما نبلش بالحوار بدي أشكركم مقدماً على مشاركتكم كل أسئلتكم ومقترحاتكم للضيوف والمواضيع خاصة بالظرف اللي بنمر فيه اليوم تقارب بفضل مشاركاتكم ومقترحاتكم بكون أقرب لإلكم شكراً على اشتراككم في القنوات شكراً على تفاعلكم مع المحتوى وشكراً على مشاركتكم هذه الحلقة وكل حلقة مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيها وبهيك منبدأ أهلا وسهلا فيك أهلا بيك بخوح إحنا بالعادي زي ما بتعرف في تقارب الحوار كله بكون متصل من غير منتاج من غير اقتطاع والحلقة هذه راح تكون ناقصة شوي من الجانب الشخصي في الأول ولكن إن شاء الله بنعوده في ضعوات تاني بس بدي أضل أبلش من هات نتعرف على محمود نواجعة بتعريفه الرسمي وكيف بحب بعرف حالو كمان كما يحب تفضل يعني هلا أنا باسمي محمود نواجعة آآ قبلي سلاسة أطفال آآ منصق عام اللجنة الوطنية للمقاطعة اللي هي البي انسي أو البي دي اس نشنال كوميتي اللي بتقود حركة المقاطعة في في العالم بتوجهها وهي أوسع اتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني آآ يعني هيك ببعرف عن حالي بهاي بهاي الطريقة معاي ماجستير آآ علاقات دولية من جامعة القدس ابو ديس آآ الاصل من الخليل من يطا وآآ آآ عايش اليوم في فرم الله بتعرف حكم العمل آآ آآ هذا هو محمود آآ كيف بتحبش يتم تعريفك كيف بحب ما يتم مش تعريفي والله ما بعرف بتفرق بصراحة شوف آآ بالله بعد مرات ناس بيقولي محمد ولمحمود يعني ما مش بخاربشوا بالتعريف وما إلى ذلك مش كثير بتفرق بصراحة بتعرف وهم منك يعني اللي المحتوى اللي بتقدمه والحديث اللي بتحكي مع مع الناس بعد مرات بيخربشوا على الإعلام بيروحوا باتجاه بنسق عام حركة المقاطعة الإسرائيلية بيرجعوا بس هي بدل مقاطعة إسرائيل نحن بنحكيش إسرائيل أصلاً ككيان بينما بنحكي نظام استعمار استيطاني وأبرتايد وفصل عنصري فكمان في هاي شوي الخربشات اللي تحز بنفسك بس أول آخر الناس يعني بكونوا المقصود هو مقاطعة هذا النظام بالاحتلال والاستعمار فبس ما فيش إشي معين بزعجني بصراحة لما الناس بتأشر علي طيب قصتك كيف بلشت مع فلسطين شوف أنا من المدرسة كنت شوي بلعب دور وهذا على الفطرة كأنه بصير معنا مش عارف دور شوي تنظيمي كل ما بدي بصير إشي نطلع الطلاب من المدرسة كأن المدير بكرهني من ورا هاي الشغلة حتى مرة صار زلزال طلعت الطلاب عملنا مسيرة ودرش ضدمين بس يعني فكان كل ما بدي بصير فيه أحداث في البلد في البلد نباشرة نروح بالتجاه أنه نحرك الطلاب ونعمل هاي النوع من المسيرات حتى لما يكون فيه أي أحداث رأسية نعمل كاراتين وبالبورد وما إلى ذلك وحتى على مستوى الحارة يعني يكون مجموعة الشباب اللي دام بتحركوا تقدر هاي تهمة هلا بس هي تسقط بالتقادم كلنا متهمين أنه لا أي شيء في أي شيء بنعمله فبلشت من هناك بعدين خرضت في عمل طلابي في الجامعة بعدين خرضت في عمل طلاب مجتمعي بعدين انتقلت للحمل الشعبي لمقاومة جدار بالاستطوان كنت أحد من تطوعيها ولاحقا جزء من الطاقم التنفيذي بعدها انتقلت لحركة المقاطعة وأنا لحد هاي اللحظة تقريبا صار لي تسع سنين ونصف في الحركة طب اذا بدي اسأل انت فعليا كيف عرفت فكرة المقاطعة كيف تعرفت على فكرة مقاطعة اسرائيل بقبل ما تأخذها على مصطوى نظري وعلى مصطوى تطبيق بالشكل والمهني كمان اللي انت بتاخده اليوم اذا بدي أرجع من بدايات شو يعني فكرة المقاطعة كانت لإلك شوف فكرة المقاطعة بالأساس احنا بنشوفها وكنا دائما بنشوفها كأحد أشكال مقاومة وهي أحد أشكال بسيطة جدا لكل حدا فينا بيغدر هذا اين انت كنت تشوفها كأحد أشكال مقاومة؟ هذا من الـ 2002 2002 لما كان في حراك مقاطعة بأشكال مختلفة وقت الانتفاضة الثاني وبعد عما انخرطت بالجامعة هذا الحراك صار أوسع وكانت الأطر الطلبية كمان جزء من هذا الحراك كانت فيه كمان المبادرة عندها حملة بادر للمقاطعة كمان خرطت فيها في حينه هي وسعت مداركي باتجاه انه أهمية المقاطعة هذا صار في 2006 اظن اشي اشي زي هيك لما كان في عندي ادخلات أوسع كمان في الأطر الطلبية وكان نشطم الجامعة جزء منه موجه باتجاه المقاطعة وتعميمها وكان فيه كمان عمل مع المدارس شوي كان خفيف بس كان هديك كانت بفترة شوي فارقة في انه معرفة أوسع على أهمية المقاطعة وكيف الناس ممكن تكون جزء من هاي من هاي الحملات الواسع ويكون فيه انخراط أوسع لكل شعبنا كشكل من أشكال المقاومة وكشكل كمان الكل بقدرين خرط فيه وكون جزء منه طيب محمود اذا انا كمان بلشت الفكرة المقاطعة من كمان من مرحلة الانتفاضة الثانية جزء احنا لانه كمان كنا عايشين في الضفة ففكرة المقاطعة كلها مش كتير كانت حاضرة بس بتذكر بعدين لما طلعنا وسفرنا برا كانوا ينحكى انه العرب يقدموا ويشاركوا تحديداً لبلخليج وبالسعودية اكتر على فكرة كيف تم تكسير ومقاطعة مطاعم كتير لأجل فلسطين هو شاعر انه فعليا يعني قام باشي مهم وهو صار فاعل بالقضية بس اذا بدي ارجع كمان لتاريخ فكرة مقاطعة الاحتلال من ما قبل هذه النقطة اللي احنا وعينا عليها على مستوى شخصي من وين مبالش؟ شعبنا بمارس المقاطعة من مئة ثانية تقريباً من وقت البريطان مش اش جديد بصرح هي احنا دائما نحكي انه ديب لروتد في البلسطيني هي فعلياً جزء جدري في نضال شعبنا الفلسطيني من 1917 وصولاً للاربعينات وصولاً للثلاثينات 1937 بلشت تصير ممنهجة اكتر في السبعينات لما اصير في مكاتب للمقاطعة اللي بلشت في في الداخل وانتقلت الى نابلس اظن بلشت في في حيفا انتقلت الى نابلس لمناطق اخرى وصولاً للانتفاضة الاولى الانتفاضة الاولى كانت فيها تجربة معززة جداً في موضوع في موضوع المقاطعة والعصيان المدني اللي هي كانت جزء من العصيان المدني كانت تجسد في مقاطعة كل منتجات الاحتلال بالذات منتجات الحليب هم نعرف قصة البقرات بيت سحور اللي صار فيه في البلد نوع من الاكتفاء الذاتي بعد مقاطعة شركة تنوفوا حليبها صار فيه مجموعة من البقرات هي اللي بتوزع الحليب على البلد كلياته لدرجة انه الاحتلال صار بعمل البقرات مطلوبة اللي هم اربعة عشر بقرة كاينين فيه حتى فيلم اه الفيلم العامر شومري صح اه اه بيحكي وانتد اه وانتد فورتين البقرات الاربعة عشر المطلوبين اه وهناك بلشت تظهر المقاطعة كاحد اشكال العصيان العصيان المدني اللي هي بالاساس هي عصيان عصيان مدن وعصيان ضد ضد الاستعمار بمقاطعة الاستعمار بمقاطعة مقاطعة مقاطعة الاستعمار مقاطعة منتجاته فبعدها في الالفين الفين واثنين هلا صارت ايش منهج في تاريخ شعبنا في تاريخ شعبنا الفلسطين وصارت جزء حاضر من المقاومة في الفترة الحالية احنا ب 봐요 هم نشوف في تصاعد كبير جداً للمقاطعة لأنه في هناك جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا في غزة والمهم أنه صاحب نشوفه اليوم في تصاعد في كثير ناس بقوله أنه آه ما هي بتتصاعد لما بكون في اعتداءات أكبر بس هذا صحيح بس كمان هذا معناه أنه شعبنا صار أكثر إيمانا بأنه المقاطعة سلاح بسحب هذا السلاح أمتى ما بده بس إحنا الفكرة أنه هذا السلاح يظل مصحوب على طول لأنه مش لازم يكون مرهون بفترة معينة أو باعتداءات أو بتصاعد لهاي الأعتداءات لأنه مزال من مقاومة جدوى مستمرة وطل على طول ومستمرة في كل لحظة وكل حين مقاطعة كمان جدوى مستمرة في كل لحظة وكل حين نرجع كمان شوي للمرحلة اللي أنت بتقوله تاريخيا كان شعبنا بقاطع أو هذا أسلوبه بالمقاومة أو أحد أسلوبه بالمقاومة شو كان بقاطع شعبنا شوف من بدءا في منتجات الاحتلال هذا أولا ثانيا لموضوع الإضراب العام الكبير يصار في مقاطعة أعمال لدى الاحتلال ووقف النشاط التجاري معه ووقف أي علاقات كمان ومش بس الموضوع المقاطعة أو علاقة بالمنتجات هو علاقة بكل إشيء وفي قبل حتى البريطاني موضوع العصير المدني وعدم التعامل مع الاحتلال البريطاني في حينه وبالتالي كانت تشمل منتجات كانت تشمل علاقات كانت تشمل عمل وعدم تعامل حتى على المستوى المدني في موضوع إصدار الهويات وما إلى ذلك فكانت شاملة كل شيء اليوم المقاطعة فلسطينيا باتجاه المنتجات بشكل أساسي ومنهضة التطبيع والتطبيع معناه عدم التعامل مع هذا الكيان وكأنه شيء طبيعي وهذا بشمل المؤسسات والأفراد وحتى على مستوى السلطة وهو طبعا ووقف التنسيق الأمني اللي هو أسوأ أشكال التطبيع فيعني الموضوع بشمل كثير جوانب بشمل كثير أشكال هذا لساتنا بنحكي جوه فلسطين خارج فلسطين خارج فلسطين شوف المقاطعة المهم فيها أنه هي حولت أو عادت تعريف التضامن مع الشعب الفلسطيني بتعرف زمان التضامن طبعا كل أشكاله مهم كان التضامن سابقا تطلع الناس مسيرات وبعد خلص المسيرة تروح على هذا التضامن مهم بس هو رمزي في النهاية مهم على مستوى الرأي العام العالمي بس الرأي العام العالمي بحاجة لأدوات حتى يصير مؤثر بشكل مباشر في هذا النظام الاستعماري والأدوات اللي هي في الالفين الخمسي تم إطلاقها اللي هي بديس اللي هي مقاطعة سحب استثمارات فرض عقوبات وهي ثلاث تكتيكات اللي الناس على مستوى الدولي بقدروا ينخرطوا فيها حتى يصيروا جزء من نضال الشعب الفلسطيني مش بس حدا بتضامن وبتفرج من بر وهاي معناها لو نحكي عن مقاطعة هي مقاطعة كل منتجات الاحتلال ومقاطعة الشركات المتورطة والمتواطئة أمعهم يعني مثلا في شركة دولية جزء من البنية التحتية للمستوطنات هاي يتم مقاطعة تعالى مستوى دولي والأكثر هو التكتيكة لسحب الاستثمارات منها يعني لو في حدا ما استثمر له مئة مليون اللي هي سناديق التقاعد السيادية سناديق السيادية وسناديق التقاعد الضخمة أو حتى سناديق الجامعات ما هي بتستثمر في شركات إنشائية ضخمة لأنه بده يعود عليها بالأربعة بتسحب استثمارات بنضغط عليهم لسحب الاستثمارات لما يصير فيه سحب استثمارات بصير ضغط كبير جدا على هاي الشركة حتى تنهي تورطها وبالتالي تنسحب بشكل كامل من العمل لدى الاحتلال وهذا صار ونجح كثير يعني بعمل حركة المقاطعة وصلنا للتكتيك السيادة اللي هو فرض العقوبات وهذا التكتيك بنحك فيه عن مستوى الدول واليوم عماله بنحك فيه بشكل أكبر بدءا في الحضر العسكري اللي هو شكل أشكال فرض العقوبات واقف تسليح هذا النظام الاستعماري حتى يوقف انتهاكاته بشكل كامل ولكن يوقف بالذات ما يحدث اليوم من جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا في القطاع طب انت محمود حكيت عن 2005 بس أنا إذا بدي أرجع لورا لما بنرجع بالتاريخ من لك أنه كان مع كل خطوة بيعملها الاحتلال أكتر باتجاه مع كل جريمة كتيرة أو مع كل توسيع احتلاله كل مرحلة بتوسع فيها كان بكون فيه شكل من أشكال المقاطعة على مستوى برا يعني حتى بدي أذكر هلأ فكرة سيارة سوبارو اللي هي كانت زي اختراق لفكرة في الوقت اللي كانت شركات السيارات ما بدها تتعاطى مع الاحتلال أو بجانب منها صارت سوبارو هي اللي قبلت تتعاطى معها ولهيك فعليا حتى بنشوف سوبارو من تشري لليوم بشكل كتير واسع عكس دول تاني في المنطقة فبنلاقي أكتر من شاهد وأكتر من مشهد اللي بيحكي أنه ما قبل 2005 كمان على مستوى خارجي كان فيه شواهد بتقول أنه المقاطعة كانت سلوك الناس أو سلوك الشركات تمام اللي اجت بعدين 2005 وحولتوا لمشروع هاي المقاطعة ما بلشتش 2005 هي بلشت قبل مئة سنة بس 2005 جاء نداء المجتمع الفلسطيني اللي هو مقاطعة اسرائيل سحب الاستثمارات منها فرض العقوبات عليها اللي أجاب من الغالبية الصاحقة من شعبنا الفلسطيني اللي هو ملك هاي المقاطعة مجموعة من الأدوات حتى تصبح أكتر فعالية هاي هي الفكرة في بي دي أس وأعطت مجموعة من التوجهات كيف ننقاطع وليش شو الأهداف المقاطعة ولماذا تهدف شو أهداف حركة المقاطعة تاني كمان هي حركة المقاطعة خرجت الناس من مجموعة من التساؤلات جزء من هذه التساؤلات إنه شو الحل السياسي فطلعت حركة المقاطعة حكيت انهاء الاحتلال وانهاء نظام الأبرتويد والاستعمار طبعا انهاء الاحتلال على كل الأراضي العربية بما فيها الضفة الغربية وتشمل قدس وقتها غزة بل جولانس سوري المحتل وانهاء نظام الأبرتويد وتفكيكه بشكل كامل وهذا النظام ضد شعبنا الفلسطيني في السبعة وستين وفي الثمانية وعربين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين حطت هذول الثلاث حقوق أساسية وحكيت انه هذول هم الحد الأدنى لأي حل سياسي تسألناش عن الحل السياسي اليوم بطبلوا روسنا وبدو يصير هاي الحقوق التلاسية تمام? لما تنجز هاي الحقوق التلاس بعدها بنيجي بنحكي عن كيف شكل الحل السياسي اللي هو مرتبط بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تبتجيب الشعب الفلسطيني كله بعد عودة اللاجئين جيبنا الاربعتاشر مليون ونقعدهم بعد ما نقعد هون احنا الاربعتاشر مليون نقعد مع بعض وبنيجي بنقول شو رايكم يا شباب تعالوا خلا نقرر كيف شكل الحل السياسي لبنصير اخر اشي اما تساؤل العالم اليوم اللي دام بحطه في زاوية انت مع الدولة ولا مع الدولتين انت بدك تطرد اسرائيل بدك ترميها في البحر ولا ما بدكش تطرد اسرائيل ترميها في البحر وما الى ذلك لا اما هننحكي عن حقوق حقوق اساسية للشعب الفلسطيني انهاء احتلال انهاء ابرتايد حق عودة اللاجئين بعدين نجي بنحكي في موضوع الحل السياسي وبتلأجت حركة المقاطعة بهاي الفكرة وصار عليها اجماع فلسطين من الكل يعني ما في حدا فلسطيني بجمعش على هاي ثلاث حقوق وبظل الحق لكل حدا فينا انه والله انا مع الحل فلاني مش مع الحل فلاني بس بعدين بنرجع الناس لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير فهي الفكرة انه اجت الحركة حتى هيك تعد تحط الخط انه يا جماعة هذا المطلوب هذا اللي بدنا اياه وهي التكتيكات اللي احنا بدنا نستخدمها وهي رسالة كانت بالفعل موجهة للعالم لاصحاب الضمائر الحية في كل مكان في العالم اللي بدهم يتضامنوا مع شعبنا الفلسطيني عشان هذا التضامن يكون فعال احنا بنملك الناس هاي المجموعة من الادوات بقى انما المقاطعة نفسها كشكل من اشكال المقاومة لا هي من خلقتش من وقت حركة المقاطعة بالعكس الحركة واضحة بتقول لك ان احنا استلهاما من نضال شعبنا الطويل في المقاطعة وايضا استلهاما من نضالات شعوب اخرى زي جنوب افريقيا وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة احنا وضعنا هاي التكتيكات وهي التكتيكات من الفين يعني النقاش في المجتمع المدني الفلسطيني فعليا بلش في الالفين واحد كان نقاش طويل مع المجتمع المدني الفلسطيني كلياته مع العالم حتى يطلع هذا النداء اللي لاحقا وبشكل مباشر صار في ردود فعل عالمي تستجيب للنداء الفلسطيني اللي هو مبني على قانون حق الإنسان والقانون الدولي تقول لك انا بدي اتضامن مع الشعب الفلسطيني بس بدي هذا التضامن يكون فعلي انا اتبنى حركة المقاطعة او ادعم توجهات عشان هيك بدي اسحب استثماراتي من الشركة الافلانية اللي هي بتشتغل مع الاحتلال وجزء من انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني هذا صار فعال فبعدها صارت تلاقي الشركات تهرب من هذا السوق اللي صفه خاسر بالنسبة للشركات مش بس من المعنى الاخلاقي اول بمعنى الدمار على سمعة هاي الشركات بس بالمعنى الاقتصادي المالي الباحث لان الشركات صارت تخسر عقود حول العالم وتنسحب الاستثمارات منها وبالتالي صفه امامها خيار واحد او خيارين اما ان تبقى وتنهار الشركة بشكل كامل واما ان تنسحب من هذا السوق وتبقي على ما بقي لديها من الاستثمارات ومن عقود حول العالم انا معك فعليا انه هي فكرة المقاطعة انا قصدت حركة المقاطعة الفين وخمسة بعرف انه المقاطعة من مليون سنة قبل وبالنسبة لي الفين وخمسة محطة مهمة وفعلا انا بفكر انه ما في حدا بيجي بحكي على شرعية حركة المقاطعة ولا اليوم ولا مبارح ولا لقدام ولكن دائما في نقاش على المعايير وبظن كمان فكرة حتى حركة المقاطعة لا ترى نفسها ولا تقدم نفسها فعليا كأنها هي المرجع الوحيد لمن اراد ان يقاطع الاحتلال فعشان هيك المساحة مفتوحة لكتير اجتهدات ولكتير معايير بس واضح لي انه النقاش دائما بكون حول المرجعية او حول الشرعية تمام او مين نسمع خاصة بوقت مثل هيك لحركة المقاطعة يعني على مستوى كتير مثال قريب الناس كانت تجتهد هلأ انقاطع شو مرة ستاربوكس ومرة ماكدنالزو ومرة ابسر ايش ومرة كذا طلعت حركة المقاطعة حطت 6 شركات على الطاولة صار اوضح للناس انه بدل ما كل حدا يجتهد ب300 صفحة من الشركات تمام وبناء على شرعيات احنا مش عارفينها انه في حدا طلع حط 6 رح نحكي بالاستراتيجيات محمود اكتر لك قدام بس بدي اعرف المعايير اللي دائما في عليها جدل وفي عليها نقد كيف نحطط 2005 شوف بطل بطلنا حاسين انه في نقاش حول المرجعيات يعني هذا بطل بصراحة بطل موجود فيش حدا بيجي بيختلف بقول لك انه مرجعية المقاطعة ومناهضة التطبيع مش حركة المقاطعة انه هي الحركة هي اوسع اتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني قيادة الحركة وهذا واضح من انه كل الناس اليوم عملها بترجع للحركة في ملاهو علاقة في معايير مناهضة التطبيع على سبيل المثال لانه هي المعايير مش الحركة وضعتها دير بالك هذا مهم الوعيير شعبنا اللي حطها والحركة هي الهيئة اللي بتراقب وبتنفل هاي المعايير الحركة ما بتحط معايير خلينا معلش اوقفك بنفع ما نستخدم الشعبنا نفصل اكتر مين حطها يعني هاي برة بتنحك لا لا مش برة ولا جوة شعبنا اللي حطها هذا حرفيا دقيق احكي لك ليش تك مثال عندك لما كان زيادة دويري بدي يعرض فيلم اله في رمالة صارت الناس ضاجت وضغطت باتجاه انه انه هذا الفيلم يمنع من العرض مع انه الفيلم نفسه مش تطبيع ولكن زيادة دويري كان عنده فيلم تطبيعي سابق جينا احنا على المعايير وجدنا انه ما في عنده معيار بيحكي انه اذا في حدا عنده برنامج تطبيعي سابق لازم ان تمنع كافة اعماله ما فيه طلبوا مننا بيان طلعنا في البيان الاول حكينا فيما عندنا معيار احنا كحركة منقعدش عشرة خمسة عشر واحد مع بعض نحط معيار مش دار افتاءهي فطلعنا للعالم ببيان حكينا ما عندنا معيار بعالج هاي القضية اسفين بعدها صار ضغط صار ضغط صار ضغط وما الى ذلك فبعدين طلعنا في كبان بيان ان احنا يا جماعة بنطالب تأجيل عرض الفيلم لحد ما يصير فيه معيار تأجل عرض الفيلم بعدين هات نحط معيار بلشت توضع المسودات المسودة تيجي من حملة فلسطين المقاطع الاكاديمية والثقافية المختصين بالمسودة بعدين هاي المسودة ناقشت مع المؤسسات الثقافية جميعها في فلسطين تخيل مع كل مؤسسات الثقافية ما فيها مؤسسات القدس هاي اول شغلة بعدين استطلاع رأي من جامعة بيرزيت لكل المؤسسات الثقافية حول هذا الموضوع انه هل كان فيه سؤال واحد من اسئلة الرئيسية انه اذا فيه حدا كاتب مخرج ممثل مين مكان عنده برنامج تطبيعي او نشاط تطبيعي او فيلم او شو مكان هل انقاطع كافة اعماله ولا لا انحاسب الناس على القطع كان فيه هذا استطلاع رأي من جامعة بيرزيت بعدينها صار فيه ثلاث ورش عمل بتضم كل ممثلي للحركات المؤسسات هذا مش ثقافي هذا على مستوى النشطة مجموعات حركة المقاطعة اه كان فيه كمان ورشي لاحقا في المؤتمر الوطني لحركة المقاطعة كان فيها مئة وثلاثين حدا وصابقها كمان ورشي كان فيها مئة وخمسين مئة وخمسين حدا بعدها اجت على الهيئة العامة اللي هي فيها ممثلين عن قوة والنقابات والاتحادات وشبكات المجتمع المدني والحملات على المستوى الوطني ولجان شو بنسميهم يحنا عندك كل حدا اللي هم في الهيئة العامة لحركة المقاطعة زائد اللاجئين زائد كذا زائد مخيمات الدنيا كلها تأجو على هذا المعيار ومع مجموعة معايير نوقش في الهيئة العامة ثلاث مرات وصار عليه تعديلات فاهمني شو قصدي انه شعبنا بس هذا اشي كتير حديث هذا اشي كتير حديث اللي بتكل عنه صاح هذا قبل سنتين ثلاثة يمكن هيك تمام هذا اشي كتير حديث بدي ارجع فعليا لورا شوي واللي هو واضح لي انه يعني بدي امسك فكرة المعايير اللي هي المرجع الاساسي اليوم الارضي اللي بتم التطوير عليها عارف انه التطوير بدخل بنقاشات كتير بس في اشي على مستوى الوقت مرك يعني بتحكي انت من 2005 لليوم كتير وقت على مستوى الانفتاح والسوشال ميديا والتواصل وجوازات السفر وحتى على مستوى التطبيع والانظمة تطبيع الانظمة تماهي بعض الناس فعليا مع حائلة الزيارات للبلد وغيرها فصار فيه كتير خبصة اليوم المرجع فاهم انه فيه آلية لتتعاطى مع كل قصة ولكن المعايير الاولى محمود اللي انحطت لما بتكلي شعبنا حطها انا محتاج اسمع يعني تعريف التطبيع هو نفسه تعريف التطبيع صار عليه نقاشات مع كل هدول الناس اللي حكيت لك معهم اتحادات قوة نقبات لجان وما إلى ذلك وهي بمثله النقاش مع شعبنا من يمثل شعبنا الفلسطيني من اتحادات من نقبات من قوة من مؤسسات من مجتمع مدني من كده والنقاش على موضوع التطبيع والمعايير الاولى اللي انوضعت اول شه واللي تم اقرارها في مؤتمر ضخم جدا في بيت لحن مؤتمر اول حركة المقاطع 2007 كمان صار النقاش عليها بالداخل 48 وصار النقاش بالقدس لانه انت عندك معايير بتعالج موضوع التطبيع في ال 67 مع اخذ فصيط القدس وموضوع المعايير كمان في 48 لانه في عندك سياقين مختلفين بشكل عام موضوع الزيارات للفننين فننات عرب للناس للعرب اللي هو موضوع الفيزا والتصريح اللي عادة الناس بصير فيهم الخلق بصير هناك. نقدر نوضح شو الفكرة ومن وين اجا موضوع المعايير. هذا كمان كان علي نقاش كتير كبير. ما في معيار بقاوي. ما في معيار بطلع. لانه حدا عاجبه هذا الموضوع بدي يعمل واحد واحد تنين. عشان هيك لما بتطلع على المعايير بتشوف ان فيها حالة جدا جدا من التوازن بين اكتر من وجهة من وجهة نظر فلسطينيا. المعايير فعليا هي انحطت بهاي الطريقة. وهذا جزء من الاجراءات عند حركة المقاطعة. لا يتم وضع المعيار غير في كل هاي النقاشات. في واحد من المعايير رحنا فيه على الهايئة العامة تبع الاعلام. انه هل تطبيع ان نستضيف حدا اسرائيلي على اعلام عربي ولا مش تطبيع? ما كانش فيه معيار. كان سابقا نستند لبيانات العلاقة بنقابة الصحفيين. اوكي? هلأ صار في معيار. لما رحنا على الهايئة العام لهم بحكونا مش مكتملة الاجراءات مش كأنها مكتملة كثير. بدنا نقاش مع صحفيين فلسطينيين بيشتغلوا في وسائل اعلام دولي. او دولية ناطقة باللغة العربية. رجعنا على هذا النوع من النقاشات. يعني تقيل انت المعيار اخد سنتين ليطلع. او اكتر من سنتين. سنتين لطلع المعيار. هذا دليل انه مش واحد قاعد على ما كتبه عماله بس بيخربش للناس وبعطوهم فتاة. وبالتالي عشان هيك حركة المقاطعة صارت مرجع لهذا الموضوع. انه في شفافية عالي. في انخراط واسع جدا جدا لكل الناس موضوع المعايير. ولازالت المعايير مش مقدسة. يعني قصدي انه اذا الناس شايفين انه في مشكلة في هذا المعيار. كل اريحية بيكون مفتوح للنقاش. وكان قبل ما يصير هاي الحرب العبادة الجماعية على شعبنا. كان في نقاشات كمان العلاقة بتطوير المعايير بالذات في التعامل مع الاعلام الغربي وما انا ذلك. في نقاش حول هذا الموضوع. بالذات المؤسسات الاجنبية اللي موقفها مش مية في المية بتكون بتكون معنا. كيف تكون التعامل معها على سبيل المثال. وكان في نية انه يعمل ورش تعامل كبيري. عشان يصير هذا النقاش. وهذا النقاش هو اللي بمهد لانه نمشي في الاجراءات لتطوير المعيار على سبيل على سبيل المثال. ففعليا المعايير اجت 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 بهاي الطريقة. عشان هيك. بكل وضوح اذا في سؤال مش موجود في الجواب وفي المعايير ما بنقدر نجاوب عليه. الا اذا كان في منطقة رمادية بمعنى انه في معيار مكتوب مية في المية بجاوب على حالات شبيهة من هذا من هذا النوع. بنمسك هذا المعيار بروح على الاجراء المختصة. يعني في كثير ناس بسألني مباشرة ترفع لي تلفون. تقول لي محمود هذا التطبيع ولا مش تطبيع. والله لو بعرف انه التطبيع ما بجاوب. ما بقدر تحمل هاي المسئولية. ما بقدر. انه مش تطبيع ما بجاوب. ما بتحمل هاي المسئولية. لأ. بعثوا النا ايش مكتوب لو سمحتم. شو ما كان. بدنا ايش مكتوب? بروح لاجنة مختصة. هي ادرة في المعيير لانه المعيير آآ بحر. يعني بفوت على الويب سايت على موضوع التطبيع. بطلع على المعيير. كل تفصيل صغيرة لها معيار. لانه هاي المعيير عمالها بتطور من ١٨ سنة. مش اشي بصير. فهاي هي فكرة انه شعبنا وضع هاي هاي المعيير. وفعليا حركة المقاطعة هي حركة شعبية. لا احنا عمنا عميين. ولا سكرتير مش عارب شو ابصر ايش. والحركة كلها ٩٩ في المية تطوع. والحركة بكل فخر. يمكن هي الحد الوحيد اظن انه في مؤتمراتنا العامة بنكتب تحت رعاية الشعب الفلسطيني. هاي البانر تبعتنا. طول عمر. تحت رعاية الشعب الفلسطيني المؤتمر الوطني اللي حركة المقاطعة الخام السادس سابع. طب. اكمل معك بالمعيير. مؤخرا صار في اجتماع لمجموعة من المجموعات العاملة في السياقات المقاطعة. بدي اس تونس. بدي اس المغرب. بدي اس الاردن. بدي اس مصر. وصار في نقاش على قضية انه نحط معيير جديدة او نعمل معيير تاني او كذا في الاردن. عم بحكي هذا الشي. اونلاين طبعا الشي كان. وانتو في حدا من عندكم شارك وبعدين نسحب. ممكن افهم انه شو مدخل المجموعات هذه ترجع تبادر بانه بدنا نعمل مجموعة تاني او بدنا نعمل شبكة جديدة عشان نغطي قصة ما او لانه مش عجبنا المعيير او الخطاب مش عجبنا. ممكن افهم ليش كل فترة تطلعوا او بتتعاملوا مع ناس اللي بترجع بتبادر وبتفتح نقاش على المعايير. شوف ما حدش ما اعتقدش انه حد من طرفنا انسحب. ليش بده يصير هاي الحالة من انسحاب. الا اذا كان فيه اجتماع تاني ومنضر يروح عليه. شوف شو اللي بصير. عنا على المستوى العربي. فيه مجموعات اقول لك احنا بنرفع الساعة. يعني فيه تفصيل ما تتعلق بالورقة الختامية او بهيك. اللي هي تتعلق بالمرجعية والمعايير. بس ممكن افهم مدخل الناس اللي كل فترة برجع كمجموعات وكشي عامل. واللي بعمل خلافات كمان مع المجموعات العاملة محليا. هلا رح نخود فيها اكتر يعني. شوف اه طبيعي جدا ان احنا ما نتفق اه او مش انه ما نتفق او يكون في في خلاف الو علاقة بالموضوع انه في مجموعات عربية شايفة انه بدناش لا فيزا ولا تصريح. تمام? هذا هذا المعيار هو هو الخلاف. بقول لك في ناس ان احنا بناشى نيجع على فلسطين غير بس 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 تتحرر. اهلا وسهلا. تمام. باتنية في المية معناش مشكلة. المعايير هي الحد الادمة اللي تم موضحة. هلا في المعيار لحركة المقاطعة بقول لك تجي من خلال فيزا اسرائيلية هذا التطبيع. وهذا طبعا للحاملين جواز السفر الجوازات السفر العربية لانه انت اذا حتى لو انت عربي ومعك جواز سفر اجنبي بتيجي بدون فيزا. الفكرة بموضوع الفيزا انه انت تضطر انك تروح على سفارة اسرائيلية على ارض عربية وتتعامل معها وكأنه كيان طبيعي. وبتالي انتصر الجزء من البروسيس التطبيعي. هذا يختلف عن موضوع التصريح اللي احنا بنحكي للناس يجوا من خلال التصريح اللي لا نعتبره تطبيع حسب حسب المعايير. ليش? لانه انت ما بصير انت كحد عربي ما بصير في علاقة مباشرة مع مع الاحتلال. بينما صاحب العلاقة المباشرة اللي هو الفلسطيني اللي هو مضطر على هذا النوع من العلاقة بحكم وقوعه تحت الاحتلال. يعني بدنا نعمل تصريح بيجي حدا على الشؤون المدنية الفلسطينية بيقول بدنا الجهة الفلسطينية المعينة بتدعو حدا عربي. بروحوا بيقدمونه تصريح تصريح بيطلع. التصريح بيجي عن طريق عن طريق الجسر زي وزي اي حدا فلسطيني. نفس البهدلها بدو يتبهدلها. هذا هو المعيار. هذا هذا المعيار ليش اجاب بهاي الطريقة? لانه بكل صراحة في كل النقاشات على مستوى المجتمع المدني الفلسطيني. في ناس بيقول لك لا فيزا ولا تصريح. بدناش ولا حدا ييجي. وفي ناس بيقول لك لا بدنا الناس يجوا بفيزا او بتصريح. المهم يجوا عسان ما سرش هذا الانقطاع مع الشعب الفلسطيني. فجينا قلنا يا جماعة احنا اذا بدكم الناس يجوا بالناش يقعوا بالتطبيع. فكيف ممكن نعمل هذا الموضوع? بعد النقاشات كان في حال تقني. وهذا حال تقني. بمعنى انه اه بدناش ننقطع عن محيطنا العربة. بدنا هاي الزيارات ظل موجودة. بس من خلال ما يكونش فيه تطبيع عند الناس. ما يكون في هذا النوع من التطبيع. هلا في مجموعات عربية بتقول لك احنا لا فيزا ولا تصريح. تمام لا فيزا ولا تصريح بس ما تتعارض مع المعيار الفلسطيني. احكي بكل اريحيين فلسطينيا حركة المقاطعة هيك بتشوف. بس احنا كمان بنشوف انه بنرفع الساقف ما بدناش لا فيزا ولا تصريح. هلا هذا ممكن يكون بعد مرات مؤذي للناس. لما حدا بيراجع حركة المقاطعة وهي يعني الناس شايفينها هي المرجع. بتقول له لا هذا لا يعتبر لا يعتبر تطبيع. طبع هم مش بضرر الناس برجعونا اول. لان احنا كمانا بننصح. بنقول الناس انه فعليا حسب لا يعتبر تطبيع. بس السياق مش عمله بساعد. على سبيل المثال. بس الوضع مش عمله بساعد. انتبهوا. هاي نصيحة. بس ما بنقدر نحكي للناس انه لا والله هذا التطبيع اذا حدا اجا من خلال من خلال تصريح. بس كمان بنلفت نظرهم انه فيه اراء اخرى عن مجموعات عربية اخرى. ممكن تعتبر انه انه هذا انه هذا تطبيع. هذا حاصل وهذا صحي. ما احنا بنشوفش انه فيه مشكلة. هلأ الفكرة انه يصير فيه نقاشات اوسع باتجاه انه تعالوا يا جماعة خلينا نرجع نناقش هذا المعيار. على قاعة انه ما يصير اذى للناس اللي بدهم يجوا من خلال من خلال التصريح. ونقرب وجهات النظر وصير فيه هذا النوع من المعيار. هذا المعيار الوحيد اللي عليه خلاف. في كل معيير المليون معيار تعالوا حركة المقاطع هذا هو المعيار الوحيد اللي عليه خلاف. اللي هو خلاف حتى يعني عارفش اذا بنقدر نحكي انه خلاف هالخلاف الضخم جدا لانه هذا فقط يبرز لما يكون فيه حدا عربي اجا اه او او حدا بيغني او حدا يعني مغني او مغني. والاشكالية بتصير وين كمان? انه فيه اه اه لما بصير فيه بيان على مجموعات على مستوى مجموعات عربية وما لذلك. بكون ما فيش فيه معلومات كافية لقبل ما يصدر البيان. يعني اما المثلوني مثلا على سبيل المثال اجت من خلال ا ا ا ا اجت على قدس وغنت فلسطينية وما لذلك وغنت او حدث يعني مثلا اجي غنى بالداخل. تطبيع تطبيع بعدين اللي غنى بالداخل بيكون مغني في مكان عربي لجمهور عربي فلسطيني. ما فيش ولا اي علاقة مع اي حدا مع اي حدا اسرائيله. على سبيل اله metre. والقدوم كان من خلال جوال السفر اجنب. يعني لا فيزا ولا تصريح ولا اي اشي صار من هذا النوع. فكمان هاي الاشياء بدها كثير معلومات حتى يصدر هذا البيان. عشان هيك حركة المقاطعة. تتأكد من المعلومة اول مرة تاني مرة تالت مرة من مصادر موثوقة جدا جدا. وبتفحص من خلال الجان اللي هي بتكون تفحص هاي المعلومات وما الى ذلك لحد ما نصل وبنعرض البيان على مسودي. بعدين بتروح على اللجنة واللجنة بتدقق ومن خلال اللجنة وبعدين بروح على السكرتيري العامي لحركة لحركة المقاطعة. واذا كان البيان لهذه الدرجة الضخمة وما الى ذلك لازم نروح على الهيئة العامة عشان توافق عليه. فبعد مرات حتى الناس بصير حدث معين. والاعلام بيحكي في هذا في هذا الحدث. بتصل الاعلام علينا بنوقف حركة المقاطعة ما بقدرش يعطي هلأ موقف. هلأ طبعا الا اذا كان الاشي واضح جدا ونزل في بيانات بالاول قبل. بس اذا كان موقف جديد بقدرش نعطي موقف غير لسير في بيان. نخل ثلاث ايام. بيقولنا ناس انتو خلاص خسرتوا اللحظة لانه كان لازم اول يوم. اه منخسر اللحظة معناش مشكلة. بس ما ندربكش الدنيا كلياتها وما نطلعش اشي يطلع بالنهاية بالنهاية خاطئة. مستعدين نخسر هذه اللحظة. بس نعرف على مع المستوى البعيد. لا هذا التأثير الحقيقي. لما يطلع الاشي دقيق. وهذا اللي اكسب حركة المقاطعة كل هاي الشرعية والكريدت من شعبنا الفلسطيني. وصاروا شايفين الحركة انه عن جدهي. وهي اللي بتشتغل بشكل استراتيجي وممانهج. وعشان هيك طلعنا قائمة فيها مجموعة شركات. بنائنا على كريتيريا بنحكي فيها اكتر. بديل عن مليون الشركة اللي بدنا نقطيعهم هدول في كل العالم. انا 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 بتفك معك تماما بقضية كمان الصفر. بس عندي عندي اشي بانه احنا كمان بدنا نعطي ومنأكد دائما على مرجعية حركة المقاطعة. بس مش موضوع تتأخر. بس كمان انت فكرة انه تسمح للي بده يرفع السقف يرفع السقف. وهي تحول هو باسمه لانه هادي معايير جديدة موجودة او المعايير اللي بيطلع عليها بيانات فيحلوا لوسائل الاعلام ان تتبنى ما تشاء. يعني بهذا المنطق. ما بنقدر ما بنقدر ولا عنا هاي الفكرة انه تدكتات الناس. يعني بمعنى انه انت تروح باتجاه انه انا الصح والناس كلها غلط. ما فيش ما فيش هاي. لا لا انت مش انت اللي بتقول عن هالك. انا بحكي عنك. انا بفعليا من مهال بتقارب من منصة اعلامية على سبيل المثال. بقول يا عمي انا في معايير وحيدة تناقشت. وفيه آلية واضحة اللي منموم اللي كيف بتم مناقشتها وكيف بتتطور. وفيه حركة موجودة لقيلها مرجعيتها وعندها شرعيتها على مدار السن تزداد الشرعية. مش بتتناقص حتى. فلاهي لي انا باجي بأكدهم. بس قصدي كمان المنطق المفتوح تبع فتح المعايير اللي بده يزايد عليها. بشعر انه فيه مشكلة. يعني بقضية المثلوثة لما نرجع لها مرة تانية. انه فيه بيان طلع من الحملة التونسية. لما بتقرأ البيان بتشوف مش انه ما عندهم معلومات. هم مش updated يعني مش ما عندهم فكرة حديثة جديدة عن الوضع في فلسطين. يعني اللغة اللي مكتوب فيها حول قضية جواز السفر والختم وكذا. مش قادرين يميزوا منيح. فانت بتشوف طب اوكي هدول مؤهلين انهم يطلعوا بيان من الاساس. بس بالاخر. اه اه في اشي بحس انه بحركة المقاطعة. احنا منيجو منقول يا عمي بس حركة المقاطعة المرجع تانا. بس بالاخر في فوضى موجودة نتيجة عدم الحسم من عندك. بفكرة انه ما بعرف صراحة بفكرة شو محمود. بس بحس دايما انه المسؤولية كلها عليك. مش حاسم الموضوع. مش موضوع. مش موضوع حاسم. شوف اللي يضل في مجموعات يعني اه ايضا في مجموعات بده مش شايف انه هاي المعايير كفائي. فهم. في عندك مجموعات ثورية. في عندك مجموعات يعني. بشوفوا الناس انه لا هم كحدة في سياق تونس على سبيل المثال. وهذا كمان احنا عنا في مبدأ مهم جدا الحساسي للسياق. في سياق تونس بيجو التوانس بيقول لك احنا لا فيزا ولا تصريح. بالناش نروعوا لفلسطين غير الحر. يعني. فهمني كيف? هذا موقف كمان. يعني حدا رفع رفع السخف لفوق. بس وين المشكلة بتصفي. انه الناس اللي بتمشي على المعايير اللي هي موضوعة فلسطينية. ممكن تتأذى. لانه في ناس تاني بده. فهو النقاش انه ما يصير. وهو هذا. هذا محمود. هذا بيبعث لك ايميل. بتكله تعال. متل حمزة نمرة. لما ايجوا على البلد. وقال بالاخر انه يا جماعة انا اجيت وتواصلت مع المرجعية تبعتكم. وقالولي ما في مشكلة تعال. ولما انتو بتشوفوا هذه. وصارت فوضى وقتها على السوشال ميديا. لما انتو بتحسموا هذه الفوضى اللي موجودة عندكم. قلولي. هلأ انا بنظري ما في فوضى. وقتها انحسمت. يعني وقتها الدربة اللي صارت لانه طلع فيه بيان. وحمز نمرة جايق انه هذا تطبيع وما يلا ذلك. تأكدنا من انه هو كل شي تمام. عن طريقة طريقة كيف اجاب. وانحسمت من خلال من خلال الموقف كان نزل على السوشال على السوشال ميديا من حركة المقاطعة. هلأ لما حركة المقاطعة بتدخل فعليا بتحسم. يعني انت بتحكي عمالك. بعرفش قديش برسنتج معينة. بس اغلب الناس لما يكون الموقف من حركة المقاطعة. في ثقة انه خلاص. هذا موقف مش جاي من فراغ. جاي مبني على اشياء تم الاتفاق عليها شعبيا سابقا. وعلى معلومات دقيقة وهيك هيك. والناس بتواصل معنا بشكل كبير كمان. وهذا كمان صار صار واضح للناس كيف انه حركة المقاطعة بتحسن بهاي اه بهاي الطريقة. بس في كمان مرة في سياقات مختلفة. انت مضطرت تتعامل مع سياقات مع سياقات مختلفة. سياقات سياقات المنطقة العربي. الوطن العربي. لما يجو التوانسي قل لك احنا بدناش هاي المعايير. بس كمان بلزم انه كذا ان يشمل كل المجتمع المدني التونسي بالاتفاق مع المجتمع المدنة الفلسطينية اللي بتمثلوا حركة المقاطعة اليوم في هذا في هذا النقائب. انه نيجي على نقاش او ساعون كل تعالوا يا جماعة ننتفق على واحد تنين ثلاثة من المعايير ويصير هذا التوافق. اللي عشان هيك. فيه اليوم نقاشات مع المجموعات المجموعات العربية بهذا بهذا الاتجاه. هل هو النقاش توقف لانه فيه اليوم الاولويات كلها اختلفت. اليوم فيه جرمة ابادة جماعية ضد شعبنا في غزة لازم نوقفها. فكل حتى اولويات حركة المقاطعة على المستوى الدولي والمستوى العربي والمستوى المحلي فلسطينيا هي اختلفت وراحت بهذا الاتجاه. بينما لاحقا راح نرجع وراح يصير في هذا النوع من النقاشات حتى يصير في حالة من التوافق. انا مش شايف ان التوافق بعيد. مش شايف ان التوافق بعيد. وحركة المقاطعة مش مش سلطة ولا بوليس انها تحسم للناس تقولهم تكمتمشوا يمين او شمال. هي بتقول لك هاي الرأي اللي جاي من المجتمع المدني الفلسطيني. واذا صار في مخالفة لهذا الرأي فيه بنتواصل معي. يعني احنا مثلا قبل البيان على سبيل المثال ما يطلع. احنا بنتواصل مع الناس. اللي هم اذا حدا اجل مثلا شارك في اشياء تطبيعي. وانتبه انه انا من اول ما بلشنا ما حكيتش كلمة مطبع. لانه هادي مش موجودة في قمص حركة المقاطعة. احنا ما بنوسم الناس بهاي الاوسمة. لانه كمان الناس تتراجع. فبنحكي شارك او شاركت فيه مشروع تطبيعي وما الى ذلك. فهذا كمان مكان. وبالتالي قبل ما يصدر البيان على سبيل المثال. بصفي فيه عندنا تواصل. اتصالات. وبصفي فيه عندنا ضغط. داخلي بدون ما يصدر. يا زلمي. تسعين في المية من الاشياء التطبيع بتنتهي قبل ما يطلع فيها بيان. تسعين في المية. يعني الاشياء اللي عملها بتنتهي. وهي اشياء كثير كبيرة. واشياء كثير اضخم من انه اه حدا اجاي اجاي غني. ولا حدا عنده خمسين الف اه فلور على اليوتيوب. مش فهم يعني انت عارف قصص كثير ما هي. فهي تسعين في المية بتنتهي قبل ما يصير التطبيع. فالهدف عركة المقاطعة. مش التشهير بالناس. من مرة مش التشهير بالناس. ولا اسوأ اشي ممكن ينعمل ان احنا نكتب بيان. في اه بالذات البيان دي يذكر اسم هذا. وهذا دايما بحاجة لموافقة السكرتاري العامة. يعني واذا مش السكرتاري بروح للهيئة العامة. بالذات لما يكون متعلق بحدا مثلا من القيادة السياسية اللي هي يعني في عدد عدد منهم نزل في نزل في بيانات. فكمان. في معايير كيف بدوا يصدر البيان. في معايير كيف بدك تحكي مع الناس. في معايير كيف بدك تتحرك ضمن ضمن اطر معينة حتى تضغط. وبما بنحكي مع الناس بردوش علينا بنصير ان احدا كمان يضغط يضغط عليهم. كل فكرة حركة المقاطعة. انه الناس ما تتورد في التطبيع. مش انه والله نخليهم يتوردوا في التطبيع. بعدين نتشاطر ونصير ننزل ننزل بيانات. لانه كمان بيان حركة المقاطعة اليوم صار بيان صعب ينزل في ناس. يعني صعب صعب بمعنى انه انت نزلت البيان في ناس. راح كون. مؤذي. ومؤذي مش بس على المدى القصير. مؤذي على المدى البعيد. بضل الواحد الواحد على طول. اه واحنا بنتمنى دايما طبعا انه اللي اللي بتراجع عن التطبيع واللي هما في في واحد المعايير بيحكي محاسبة محاسبة التطبيع. انه حدا يتراجع يقول يا عمي انا انا اتراجع اه وبلتزم في في مناهضة التطبيع. وصير فيه اعتذار مش لحركة المقاطعة اكيد ولكن اعتذار للناس يعني. اه هذا بصير فيه تراجع ونتمنى ان تنتهي القصة. وبيضل كمان القرار عند الناس انها تقبل هذا الاعتذار او لا تقبله. يعني تطلعش حركة المقاطعة بتيجي بتحكي لك انه اه والله فلان اعتذر خلص وضعه الف. لا ما الناس تقبل هذا الاعتذار مش احنا يعني كمان. انا انا بدي استكمل التعرف على حركة المقاطعة لانه مرة تاني الاشي كتير صعب اليوم بالفوضى اللي موجودة خاصة على السوشال ميديا عم بحكي مش بقضية المرجعيات تحديدا بالقوائم الشركات. هو مثال يمكن صغير ذكرته انا بقضية الشركات اللي انت بتلك اسبوع بتنادي وبتصيح فعليا انه يا جماعة مش مش طارة كل واحد يزاود فيها. فعم بجرب اتعرف اكتر على كل جوانب حركة المقاطعة ووصونا لمحل كيف بتحط بثقة ست شركات فقط يتم مقاطعة هذه الفترة او التركيز عليها فقط هذه الفترة بهذا المنطق. بدي استكمل من مساحة المعيير كان في موقف بستحضره بقضية زيارة المنتخب السعودي للبلد اللي هو خارج عن نطاق المعيير. اذكر النص وقتها انه وفقا لمعيير حركة المقاطعة كذا 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 لا تنطبق او ما في تطبيع بزيارة كذا كذا ولكن بالسياق العام الاكبر اللي ايجو فيه هناك شبهات تطبيع فاحنا بنرفض هذه الزيارة. هون في اشي خارج عن 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 المعيير. كيف صار مخبوط هذا الاشي? معيير مرتبطة زي ما حكيت لك الحساسين للسياق دائما فيه سياقات دائما فيه سياق. المعيار بيجي بحكي لك انه زيارة المنتخب السعودي من خلال اه تصريح صادر عن الشؤون المدنية اللي نستقت له اه اتحاد الفلسطيني. هذا مش تطبيع مجرد. هيك مجرد. جردنا الموضوع. بس هي حاجة في سياق انه كان فيه نقش اه لتطبيع مع السعودية قبل كل الهيزعة تاعت العلام احنا كنا شايفين. كان فيه نقشات وكان فيه حديث عن فتح المجال الجوي. كان فيه وفود عمالها تيجي من اه من السعودية لزيارة لزيارة الاحتلال. وكان فيه انفتاح سعودي باتجاه التطبيع. مرة واحد السعودية كسرت كل قواعدها وقالتنا نبعث للفريق السعودي يلعب مع الفلسطينيين. كان فيه سياق لا يمكن ان ان نرى انه هذا السياق طبيعي الا انه هو جزء من تطبيع مستمر او توجه باتجاه التطبيع. فطلعت حركة المقاطعة حكت انه هاي المعيار. المعيار بيحكي مش تطبيع ولكن لا يمكن فصل هذا الموضوع عن السياق. اللي هو جاي فيه في تطبيع وبتالي فيه هناك شبهة تطبيعية. لا بدناش الفريق السعودي يجي يلعب. روح يلعبوا بالأردن. فكمان فيه هذا النوع من لانه داما السياق احنا حطينه كاشي مهم جدا جدا بروح باتجاه كل المعيار. عشان هيك حكيت لك موضوع تونس. انا بقول لك هذا لا يعتبر تطبيع. بس انا بقول لك فيه سياق في سياق بتونس. طلعوا مجموعات مجموعات في تونس الحملة التونسية. وحكيت لا هذا تطبيع. بحترم السياق في تونس. بحترم انه تونس بدها ترفع السقف للآخر. وبتقول لك لا فيزا ولا تصريح. بدناش ولا حدا يروح على فلسطين غير بنا بروح نحررها. بحترم. مبطار احترم هذا السياق. زي ما بدي كل العالم كمان يحترم السياق الفلسطيني اللي بقدر يطلع ويقول ما بدناش ننقطع عن محيطنا العربي. واحنا اوجدنا موضوع التصريح من خلال الفلسطينية بدون ما يكون فيه علاقة العرب مع الاسرائيليين بشكل مباشر عشان ما يكونش فيه تطبيع. بدنا كتير منيح وفاهم على مستوى محل السياقات. بس مثلا بقضية المثلوسة تحديدا اذا اذا وفقا للمرجعية اللي احنا انا وياك متوافقين عليها ما فيه مشكلة كان بزيارتها وبالحفلات اللي انعملت. او بناءا على بيان الحملة التونسية تسبب بضرر لالها بالغاء حفلات داخل تونس وفيه وصم بنت عليها هناك. هلا لو انت انت ما بتدخل يعني ما بتقدر ترفع الشرعية عن حدا تاني. بس انت بتيجي بتشوف انه لما صار فيه جهتين ولما انت فعليا شايف فاتح الباب للسياق وفاتح الباب للناس على مستوى محلي انه تجتهد بتشوف محمود انه عادي ممكن كمان يتم إلغاء الحفلات من منطلاق انطلاقا من نفس الباب اللي انت فاتحه. يعني انا فعليا اجيت بناءا لمحمود مش كمحمود كشخص يعني بس اجيت لمحمود واستشرنا وكلنا اشار علينا تمام. بيحملني للاخر ولا فعليا يعني بيغطينا للاخر او لا. في المتلولي نزل بيانا حركة المقاطع بيحكي انه هذا مش تطبيع. نزل بعد ما صارت الضجة بعد ما صارت الهزع وهذا انهى الموضوع وانهى مع المهرجانات في تونس والاقتلافات والمجتمع والدنيا كليات وبالتالي كمان حركة المقاطع اذا كان في موقف واضح بالنسبة لها وحسنا انه عن جد فيه اذا كتير كبير عماله بالحق لحدا التزم في المعايير مش قصة الدفاع او ما الى ذلك بس اخلاقيا احنا مضطرين نطلع ونحكي انه هذا مش تطبيع. هذا هذا موضوع اقلاقي. بالعادة احنا نترك الناس يدافعوا عن حالهم. بس اذا وصلت لمرحلة اذا كثير كبير بنطلع بنحكيه مش تطبيع. هلا في موضوع حامزي نامر على سبيل المثال. اللي صار هو مرتين اظن اجع على البلد. اللي صار مرة انه طلع بيان من غزة من حاملة اسمه بي سي بي شبيهة كأنه كأنه بي دي اس. فراح الاعلام اخذ الموضوع وكأنه بي دي اس تحكي تطبيع. مع انه مش تطبيع. مش تطبيع. فاضطرين ان نطلع نحكي. انه لا يا جماعة هاي الحملة ملهاش دخل في بي دي اس. اه ملناش علاقة في هذا الموضوع. لم يصدر من طرفنا انه هذا الموضوع الموضوع تطبيع وفي التزام بمعايير مناهضة التطبيع. فكمان في انت اشياء بتفرض عليك لما حدا بيجي بانتحل صفة بي دي اس وبيحكي عالناس تطبيع. بدك تطلع وتقول لا يعني هادو مش بي دي اس. هادو مش حركة المقاطعة لما انه بيحكوا في هذا في هذا الموضوع. فهي فيه كثير تفاصيل. يعني عن جد فيه كثير اه فيه كثير تفاصيل. اه وفيه كثير احداث ممكن تصير ان خلال هذا الهذا البروسيس وخلال شو اللي شو اللي ممكن ينعمله ما لذلك. السياق مش دائما بيفرض نفسه. السياق على موضوع المنتدى الفريق السعودي صار نقشات طويلة. طويلة صار نقشات على مستوى الهيئة العامة. يعني يا جماعة هاي المعيار هاي المعيار. هذا المعيار بقول لك اجو من خلال تصريح. هذا مش تطبيع. بس ما بنقدر نغفل نغض النظر عن شو اللي عمله بصير اه اه عربيا. هلا اسمع مثلا في وسائل اعلام اجنبية ناطقة باللغة العربية. المعيار في هذا الموضوع بيحكي لك بكل اريحية انه انك تجمع حدا فلسطيني مع حدا اسرائيلي على وسيلة اعلام ناطقة باللغة العربية يعتبر تطبيعا. بغض النظر بي بي سي مش عارف مين سيانان اللي بدك اياه. بيحكي عربي معنات جمهور المستهدفة عربي. في هذا المعيار تم اعتماد لغة جمهور المستهدفة. اذا جمهور مستهدف عربي تجمع فلسطيني واسرائيلي تطبيع. كيف ملتفوا عملهم على المعيار بالك؟ تعال بيجيبوا اول شيء الاسرائيلي يحكي اللي بده اياه وبيطفوا عليه نفس البرنامج. وخلص بيروح هداك الاسرائيلي بعدين بيجوا الفلسطيني يجاوبوا على الاسئلة ويسألوا اسئلة اخرى بعدين بيطفوا عليهم بروحوا بيجيبوا الاسرائيلي. طب يعني هلأ هذا ممكن تقنيا ما جمعوا بين الفلسطيني والاسرائيلية في نفس الستوديو. بس كمان هذا تطبيع. في برنامج موجود على البي بي سي بيشتغل هذا الشغل واقترح على الناس كتير وكل الناس رجعنا. انه عمالهم بيعملوا هيك. وبدهم هيك يعملوا. كل الناس لا ما بصيرش كمان يعني هذا بس التفاف على المعيار. فهم كمان اصبحوا اكثر اكثر ذكاء نوعا ما في محاولة الانتفاف. فهذا بيحتم عليك انك انت تأخذ الصورة الاكبر. هاي المعيار بس فيه تلاعب حوالين حوالين المعيار. طب. في ظل في ظل كل النقاشات اللي بنحكي عنها اشتغلت حركة المقاطع انه تحمي حالها على مستوى تنظيمي بالعلاقة مع شركائها وحلفائها. بتحميهم من ناحا وبتحمي حالها. وفي نقاشات دايما بتكون موجودة العلاقة مع التنظيمات والاحزاب والعلاقة مع الشركاء والحلفاء. دايما هي كل فترة فترة هيك بنفتح وبصير في حادثة هون هون. تعال نعرف تنظيميا حركة المقاطعة كيف يعني كيف الديناميكيات تبعتها تنظيميا كيف البناء التنظيمية تبعتها بالاول. انا منعرف اذا هذا المضرز نحكي فيه بتعرف. يعني احنا بدناش كمان نعطي معلومات هيك مجانية لحد ممكن يتدايق منها. بس هي على جميع الاحوالي. حركة المقاطعة هي. كيف يعني حدا ممكن يتدايق منهم. يعني انت هاي هاي المعلومات مش موجودة في اي مكان فاهمني. الديناميكية الموجودة داخليا. فانت كمان خليهم يفكروا انه هم عارفين. وهما مش عارفين. هم. مفهوم. هلا بس بالاخر الشركاء كلهم عارفين واحنا عارفين انه كيف يعني. لا الشركاء اشي تاني احنا بديش حكي عن الشر الداخل يلا. انت اول اخر حركة المقاطعة هي اه حركة اه بتنظيم شبه اه بتنظيم شو بنسميه احنا هارامي مارن. هارامي مارن. هي اكثر اه افقية مش عمودية. افقية مش عمودي. انت اليوم عندك التكتيكات وكيف الناس بتشتغل كلية هاي الاشياء كل حدا بشتغل على على رسم. هلا اللجنة الموطنية هي بتعملها حماية الحركة. جعلها اكثر استراتيجية. ومنهجتها. والمرجع لحركة المقاطعة في كل مكان في العالم. مشكلة من كل المجتمع المدني الفلسطيني كل الفلسطينية موجودين فيها. عندك هاي عامل. هاي عامل عند السكرتاريا السكرتاريا عندها اللجان فرعية. حسب حسب المنطقة اللجان الفرعية تنقسم لألف مئة الف لجنة. لجنة تانية اشي اعلام اشي كده اشي مش عارف ايش اشي مناطق اوروبا شرق غرب امريكا شمال اه جنوب امريكا الشمالية اه امريكا الجنوبية اللتنية امريكا الوسطى سنترال امريكا اللي بدك اياه. فاهمني ااسيا جنوب شرق ااسيا المحيط الباسيفيك. فيها كليات هذا كيف بتشتغل عندك ناس بيشتغلوا على مستوى الحملات المحلية ناش بيشتغلوا على مستوى الحملات اللي هي ضغط على الحكومات والبرلمان وما اتذلك الحملات تتقسم لمقاطع سحب استثمارات فرض القوبات. عندك الموضوع الميليتري امبارغو بدخل في موضوع في موضوع بنشغل هلأ بشغل كتير كبير عموضوع وتروع على الامم المتحدي قبل طبعا اللي بيصير هلأ. اه وكليات هاي هاي الشغلات. وبالتالي انت بتحكي عن كتير كبير. شركاء انا موجودين معروفين. عندك مجموعات بي دي اس. وعندك شركاء بي دي اس. المجموعات اللي هي بتشتغل عقول حملات المقاطعة. الجلوبل الحملات العالمية. حملات المناطقية وبيختاروا حملات محلية على مستواهم. عندك الشركاء اللي هم بكونوا بيشتغلوا على كتير اشياء تانية. زي اتحادات عملية مثلا. بكونوا بيشتغلوا بشغلهم. شغل الاتحادات العملية. بالاضافة لانه هم جزءوا من النقابات العملية المساندة لحركة المقاطعة. بتشتغل على الضغط على السياسات. بعملوا اضربات. العلاقة بمواقف الحكومات ومتجاه شعبنا. بكونوا جزءوا من مسيرات. بتبنوا. طرد الهيس تدروت من من النقابات العملية الدولية على سبيل على سبيل المثال. بيضغطوا على الشركات اللي بيكونوا بيشتغلوا فيها نتسحب استثمارات أو ما تكونوا جزءوا من هذا من هذا التورط. وغير هم يعني مش شركاء الشركاء اكثروا بيشتغلوا على مستويات على مستويات مختلفة. بين بي دي اس و بي دي اس. ما دا احكي بي دي اس مصر. يعتبر فرع اليوم? يعني شوف اه. احنا بنحب نعرف انه شركاء. نروحش باتجاه انه فرع. يعني كلمة فرع هيك وانك كأنك بتنتقص من اله من الناس. هم فعليا شركاء. هم لهم قوامهم. لهم لهم استراتيجياتهم وتفكيرهم. نقاش مستمر بينه وبين كل اه كل شركاءنا. اه في كل اشي. يعني ما في حركة المقاطعة بتجيش بتقول لك والله تعالوا هاي هاي رسالة تعالوا يا فروح نخدوها اشتغلوا على هذا الموضوع. ما بتشتغلش هيك. فعليا ما بتشتغل هيك. مبدأ الشراكة مبدأ كامل في عمل حركة حركة المقاطعة. النقاشات والاستراتيجيات والتوجيهات كليات تب نتنقش فيها مع مع بعض. لانه كمان نرجع لموضوع السياق. اهل مصر ادرة بشعابها. واهل الاردن ادرة بشعابها. واهل كل مكان ادرة منها في شعابها في النظام السياسي وكيف طبيعة التحرك وكيف ممكن يتحركوا. وهم كمان ادرة في موضوع الاولويات شو اللي بزبطين شغل وشو اللي ما بزبطين شغل. بينما احنا بنطلع الاشي الجلوبل العالمي. يعني مثلا هاي الحملة حملة عالمية. بدنا نشتغل على موضوع في العالم. هاي حملة عالمية الكل بتبناها. بس بيجي بالاردن شباب الصبايا بحكوين عنه شركاءنا. بدنا نركز على موضوع غاز العدو واحتلال. مياه العدو واحتلال في هاي الاتفاقيات. كارفور شغالة كل اجتمام. بس في حملة كمان بالنسبة لهم اولويات. في الكويت او في اي مكان في الخليج بيقول لك احنا بدنا نضغط باتجاه السناديق السيادية تسحب استثماراتها من شركات دولية الكبرى المتواضية. بنيجي على قطر على سبيل المثال. شو المطلوب مثلا في قطر. قطر عندها واحد وعشرين في المية من اه هذا هاي رسالة مهمة عشان تصل. قطر عندها واحد وعشرين في المية على سبيل المثال من اه اسهم شركة سيمينز. شركة سيمينز اليوم هي اللي بتبني في الخط الانتركنيكتر. اللي جاي من اوروبا لا لا اسرائيل. وبالتالي بدنا قطر تهدد بسحب استثمارات واحد وعشرين في المية كثير. تقول والله يا سيمينز اذا ما انسحبتم من هذا المشروع. لانه هذا المشروع الكهرباء اللي رايحة بهذا الاتجاه راح تغطي كمان المستوطنات حسب لوز حسب القانون الدولة بدنا نجي نحكي فيها. يا اما بتنسح من هذا الموضوع يا بنسحب الواحد وعشرين في المية. تعرفش انا واحد وعشرين في المية. يعني سيمينز بتقع تاني يوم. راح تنسحب من هذا من هذا المشروع. ونافس الشي الشركات البترول وشركات النفط. آآ فهيك العماله العماله بنشغل. كل المجموعات هي مجموعات شريكة. كلهم شركة. آآ ما في اشي بنسم فيش اشي اسمه فروع او اشي زي هيك. الحركة زي ما حكينا كمان مرة. مبدأ الشراكة معناه ان الحركة هي حركة آآ افقية مش مش عمودي. وهذا فعليا حركة المقاطعة. هذا فعليا كيف بتشتغل كل آآ كلياتها. آآ او ما عمروش وجهنا يعني. فعليا ما عمروش وجهنا انه لا والله بي دي اس في المكان الفلاني مش عجبها. آآ اشي آآ اشي معين. لا واحنا بنا نضغط بهذا الاتجاه. بس في اشي مهم. فيش مهم. اذا واحدة من هاي المجموعات اللي بتحمل شعار بي دي اس. آآ آآ انتهكت المبادئ والمعايير لحركة المقاطعة. نطلب منهم اما يتراجعوا واما ما يستخدموا الشعار بي دي اس. لانه هذا ملكية الشعب الفلسطين. الثلاثة احرف هدول هدول الشعب الفلسطين. وبالتالي ده في مجموعة في ابصر وين في اي مكان في العالم. راحوا باتجاه انه مثلا كتبوا آآ اشي معادي للآآ آآ آآ تمام? كتبوا ايش عنصر? هذا بالتأكيد معادي لمعايير حركة المقاطعة اللي هي ضد العنصرية بكافة آآ بكافة اشكالها. وهو تبجحوا في هذا الموضوع والله هاي احنا عنصريين ومش سألين عن حدا. مش باسم حركة المقاطعة. سوري منهم يعني. بنزلوا الشعار. تحكي على الخارطة مثالا. ايش الخارطة? اظن عايب تكمل كمل كمل. لا 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 حدا يطلع يقول الموت لليهود على سبيل المثال. على سبيل المثال. طبعا هذا هذا مرفوض رفض قاطع في حركة المقاطعة ورح نطلب منهم انه ما يستخدموش الشعار ولا باي شكل من الاشكال. او حدا راح طلع يحكي انه آآ اساءل حركة المقاطعة على سبيل المثال. هاي صارت حدا من المجموعات في المنطقة العربية اصارت تهجم على الفلسطيني الفلسطيني يعني. الا قدام تعرف انه هاي كانت اشي مخترق يعني مش انه. طب. خليني احكي على المثال اللي انت حكيته على قضية سيمينز وقطر عشان كمان رسالة توصل ويصير ضغط تستغل تقارب. بحالة انه حركة المقاطعة حكيت انه بدأت تشغل على هذا الملف على ملف سيمينز وتضغط على قطر. قطرين ضد التطبيع اليوم متبنيين هدا الشي? هلا قطرين ضد التطبيع مش بالضرورة هاي المعلومات لساتها فرش ولسا بدها تصير حاملة. يعني بدنا نشوف شو فيه طريقة انه نقدر نضغط لانه هاي على مستوى حكومي. بده يروح الضغط. بس انا انا 100% متأكد قطرين ضد التطبيع رح اذا رح تكون هاي جوزهم الافكار اللي بشتغلوا عليها. يعني لانه هذا الموضوع كسير مهم بصراحة. فيه امكانيات للضغط باتجاهه. طب. على بالسياق نفسه رجعت تذكرت هلا الفكرة اللي صارت. النقاشات اللي صارت مع قطريون ضد التطبيع. واللي هي شوي تحكي عن 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 ديناميكيات مختلفة. بالموقف اللي صار خلال تأسيسهم. بالموقف اللي صار على اليمن اللي طلع من حركة المقاطعة. تذكروا. صار فيه نقاش وقت على الديناميكيات والعلاقات ما بين حركة المقاطعة والشركة. انه طلع موقف وقتها بدين التدخل في اليمن من غير الاخذ بعين الاعتبار او النظر لوين شو بعملوا او شو الوضع اللي هم موجودين فيه او استراتيجياتهم او السياق المحلي انت كيف بتسميه. الحركة المقاطعة بتاخد السياقات المحلية لشركاتها بعين الاعتبار? طبعا طبعا دايما دايما ولا كان يعني كان فيه بيانات كثير اصعب من البيان اللي طلع كان طلعه من طرفنا. اما قصة السعودية والامارات وتحالفهم ضد شعبنا في اليمن كمان هذا ضد المبادئ والمعايير لحركة المقاطعة وكل الريحية بتقدر تحكي في هذا الموضوع. مع الاخذ بعين الاعتبار كمان سلامة شركاتنا في كل في كل مكان. بس كمان يعني هذا. بس الموقف لما طلع ما اتاخد يعني ما تم مشاورة مثلا الشركات المحلين او اشعارهم. هذا ما يدين احد يا بقاوي قطريون ضد التطبيع مش حاملين اسم بي دي اس. فهمني. ما هذا كمان. بس شكل العلاقة في حينها محمود عم بحكي. وبتذكر نفس الفترة اللي كان فيه تأسيس اكتر من مجموعة بالخليج يعني. هيك. بس لحينها لوقتها ما طبيعة العلاقة يعني خليني احكي انهم تفاجأوا وصار في نقاش داخل جوه الحركة. على انه اذا بننشاورهم او لا. ونحسم النقاش انه حركة المقاطعة هي حركة. هي مش مجموعة اخرى حتى تشاور. او او او. لا لا مش مزبوط. مش عارف مين جايبها المعلومات. اذا داخل انت كان في نصنا يعني. يعني بظن 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 لا بظن انت كمان بدك تتأكد منها. بس هيك صار النقاش. لا 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 لا. جوز غابت عنك يعني. لا 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 لا. ما في اشي اسمه انه احنا حركة واشي كبير بالنقش اش حدا. مش موجود. يعني مش فروسنا هذا الموضوع. فعليا مش فروسنا. بس اللي بصير انه طب اذا صار نقاشات حولها وصارت النقاشات معنا وما إلى ذلك. هذا معناه ان احنا منفتحين على النقاش على طول. بس هلأ اذا اجت سكرتاريا العامة لحركة المقاطع وقالت انه هذا البيان مهم. احنا بنتدخل بنيجي بنحكي انه يا جماعة في سياق واحد اتنين واحد اتن ثلاث. تعالوا خلا نعمل هذا النوع من النقاشات. هلأ بتصل النقاشات. بصفي ان الشركاء لا احنا بدناش نحكي في موضوع السعودية. بينا كمبدأ. 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 انت ما بتقدرش ما تحكيش عموضوع الاعتداءات اللي بتصير في اليمن. فهمني. ضد شعبنا كمان ضد شعبنا في اليمن. هاي مشكلة. اذا انا بدي اصير بدي اصير خايف. وعنده هاي الاشكالية انه لا والله ما بدناش نحكي في هذا الموضوع. مش راح نحكي عن حدا. لانه دائما في سياقات في كل مكان في العالم. ودائما في اشياء عمالها بتمنع. الصحراء الغربية على سبيل المثال. تمام? الصحراء الغربية. بدك سياق اكتر تعقيدا من من هيك. كان في مطالبات لحركة المقاطعة انه تطلع باتجاه انه ما تجيبوش سرط الصحراء الصحراء ولا باي شكل من الاشكال وتحكوش في هذا تحكوش في هذا الموضوع. لانه هذا اكتر موضوع حساس عربي. طلعت حركة المقاطعة بكل اريحية وقالت انه احنا ما حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير. وانا ممنوع اروح بهذه الجهة. تمام؟ بامر رسمي يعني. فبحكي لك هلأ في سياقات 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 معقدي. وفي بعض مرات بالتأكيد تصل للشركات. انت مش بالضرورة انت وياهم تتفق مية بالمية. فهي هي مبدأ مبدأ الشراكة. بس انا ما بجيش على مجموعات مجموعات بي دي اس على سبيل المثال. انه بديو ينزل هذا البيان. بعرف انه في قدر كبير من الادم. نقولهم بكل بكل بساطة. هذا ايش بديو ينزل. وهذا احنا مضطرين انه نحكي في هذا في هذا الموضوع. لانه ما نقدر نغفر انه نغض البصر عن كل هاي الانتهاكات الجسيمة اللي عملها اللي عملها بتصير. وهذا البيان بديو ينزل فبدنا بس انتو انتبهوا انه راح ينزل هذا البيان. اذا احنا وصلنا لمرحلة انه لا والله مش زابطة. هم ضد البيان واحنا لازم ننزل هذا البيان. طب. بمكان تاني اذا حدا بديو يعمل مؤتمر او حدا بديو يعمل شيء مثلا مؤتمر بحثي. بدو ناقش فيه حركات المقاطعة. مؤتمر اكاديمي. ممكن يطلع موقف داخلي. يحكي. ليش تضحك. ايه. 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 كل شيء مفتوح. يحكي. كل شيء مفتوح. اه. ممكن يطلع فعليا بيان داخلي انه لا تشاركوا في هذا المؤتمر. لانه بسياقات واحدة ثلاثة اربعة خمسة. طبعا. بمكان تاني على مستوى تنظيمات داخل اوروبا او مؤسسات تشتغل مع اوروبا. ممكن يتم الاشارة للشركاء والناشطين والمتعاونين معكم بانه لا تشاركوا بهذا الاشي. فانا بتطلع هون انه انا بتفهم كتير منيح فكرة انه كيف كيف ادارة العلاقة مع الشركاء. وانا فعليا شفت وبشهد على شواهد انه لو لم تكن حركة المقاطعة تحفظ نفسها بهذه الديناميكيات كان تم السيطرة عليها. او اخذ افرع ما او اخذ شرعية ما بدول ما لتنظيمات لا احزاب حتى داخليا هم مختلفين بينهم وبن بعض يعني وشايفين في اوروبا. او. فانا فاهم هذا الاشي بس مش فاهم الديناميكية اللي موجودة اللي بتخليك مثلا اه تحكي عن مؤتمر اكاديمي او اه. ما كانش ما كانش قوي اسمع. هداك المؤتمر انت بتكمل سؤاسب قطعتك. لا لا تفضل كمل لا كمل خلص. انا كنت في كولومبيا. تمام? رن التليفون رن 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 رديت انا فلان لفلانة في عنا مؤتمر اه في اه في تونس وبنا ندعوك عليه. طب جميل بس بدي تبعطولي بالايميل انه شو المؤتمر وشو الهدف منه. المؤتمر بدي يحكي عن المقاطم. طب جميل. المهم بعد ما انبعت لي وما اقل ذلك تشافت انه واحد من اهداف المؤتمر. تشكيل مرجعية لحركة المقاطع. هذا مكتوب. هلأ طب يعني حدا بيبعتلنا دعوة. وبدو يشكل مرجعية للمرجعية الموجودة اللي بتمثل اللي بتمثل الفلسطينية والموجودة من الفين وخمسة. الفين وسبعة للدقة. آآ وبعدين النقشات على استراتيجيات المقاطع. هلأ منتاز الاكاديمي حدا يجي ناقش الاستراتيجيات وكيف ممكن تطويرها وكيف الناس ممكن تشتغل مع بعض. هذا كله بساعدنا. بس حد يجي بدي يجمع الناس كلياتهم عشان يتفقوا ما بين بعض بتشكيل مرجعية. لا هاي مشكلة. وهي المرجعية موجودة. ليش بدك تخلق بديل تخلق بديل عنها وبتالي بدك تفسق حركة المقاطعة نصين. وكان مدعو بصراحة لهذا المؤتمر عدد مهول من قيادات حركة المقاطعة في كل مكان في العالم. بعدين نقاشل صار على التليفون. صار انه انا مع الشخص اللي اتصل معي اللي هو حدا يعني من الناس اللي كانوا بيقودوا هذا التنظيم المؤتمر. كل اريح هيقول طب يعني تناقشتوا هذا الموضوع مع اللجنة الوطنية. لانه انت بتحكوا عن مرجعيات تحكوا عن اشياء استراتيجية وما لذلك. كان ممكن نعمل شراكي يعني. كان ممكن نحكي في نقاش اكتر. قال لي لا احنا بدنا ببعث لك هاي الدعوة نتمنى انك تحضره كده. طب انا كحدا ممثل حركة المقاطعة ما بزبط يجي تدعوني على انتخابات لحركة المقاطعة. بس هو فعلا كان انتخابات. انا رحت شاركت ما كان فيه يعني هو بند التشكيل هلا متفاجئ فيه منك عشان اكون اكتر واضح معك. موجود مكتوب بقدر ابعث لك. مش فيه كراس كان. كان فيه كراس. تشكيل مرجعية هيك محطوط تشكيل مرجعية. مش فيه كان فيه كراس ايش زي اه زي هيك صدر عن عن المؤتمر. صدر عن المؤتمر. اه طلع كتاب كمان وبعدين طلع كتاب اه. كان موجود فيه ضرورة تشكيل مرجعية وكأنه فيه غياب للمرجعية وكأنه فيه حدا بيحكي لك انه هاي حركة هيك ضاعة في البلد من اعمالها مرجعية موجودة. هاي كانت هاي كانت الاشكالية. كانت الاشكالية مش مع اشخاص. مش مع اشخاص. ما كانت المشكلية بكيف الشكل وامل ذلك كيف ممكن الموضوع يتطور. ولا كان بانه حدا بدي يعمل دراسة عن حركة المقاطئة. ما احنا مليان دراسات تناعمل حركة المقاطئة. يعني فيش اسبوب. هو انا انا ما كنت بعرف عشان هيك سألت. ما كنتش بعرف هذا البند صدقا يعني. هذا هذا اللي صار. طيب من مكان تاني على مستوى المجموعات الحزبية اللي باوروبا. او اللي بتشتغل في ضمن احزاب باوروبا. ما عرف شو قصدك ما في احنا مش مش اسمه مجموعات اه حزبية فلسطينية. اه. لا ما في اسم عشان انا بعرف انت عنيش بدك تحكي. هديك المجموعة نفسها. الحزب طلعت برق منها. وهذا دليل انه كل يات مخوفنا السابقة كانت صحيحة. نفسه الحزب طلع وحكا انه هدول مش معنا. فهمت. ما عنا مشكلة ولا ما حدا بيقاوي. احنا ما بيقول لك مجلس القوى الوطنية والاسلامية موجود. لا لا انا 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 معك انا شو حكيت لك قبل قلتلك انا عارف انه صلوكك هو صح بكيف انت بتحمي حالك بتحمي الحركة. ولكن كيف العلاقة? يعني كيف العلاقة بتصير? نحكي لك كيف العلاقة. المشكلة انه يطلع حدا في اوروبا قاعد لي تحت الكونديشن ومقضيها يوكل دوناتس ويطلع يقول ان احنا لازم مع المقاومة والكفاح المسلح. طب فيش ضحدة ضد. بس في اوروبا شو دخل الاوروبيين? فعليا انت شو دخلك في نص مدريد تطلع على منصة وتيجي تحكي انه الشعب الفلسطيني يا حبيبي هاي الناس اللي بتقاوم هايها موجودة على الارض. تتفلسفش عليك وانت في اوروبا. الاوروبيين بحاجة لأدوات وتكتيكات اللي عن جد يقدروا يتضامنوا معك. وهلأ بيقاوي هلأ وانا وياك عمالنا بنحكي. هذا التخريب عماله بصير في في اوروبا. هلأ عماله بصير. تعرف هذا شو معناه? هذا شو معناه? حدا يجي يخترق المجموعات واللي جانب حركة المقاطع. بيطلع باسم المجموعات يحكي هذا الموضوع. تاني يوم. تاني يوم. بيتم تجريمنا. بروحونا. بيفسخوا الدنيا كلياتا. كان ما شفت هذا الجهد العماله بصير في اوروبا هلأ. وكل هذا بفيضانات من الناس والبشر اللي عمالهم بيطلعوا. والاوروبيين مختلفين مع هدول مع هدول الجماعة. طبعا مش بنحكي عن اشي كبير. بنحكي عن اتنين. تلات. عن جد. عشان كن واضحين بالنسبة للناس كمان. لا لا مفهوم مفهوم. هم اتنين او تلاتة اللي بيثبتوا مخاوف حركة المقاطع. خليني هيك اكون واضح. بس ضبط ما هو انا بقول لك احنا وبعدين تشوف صار فيه هجوم ضخم جدا على حركة المقاطع من هاي المجموعة. وظلوا يهجم ويهجم واحنا متجهلين كل اشي. وكل الهجوم بتاعهم مبني على افتراءات وكذب وما الى ذلك. واحنا والله العظيم عندنا كل المعلومات تثبت انه في مشكلة مع هاي المجموعة. وصار فيه تجاهل كامل يعني حتى كان هذا قرار استراتيجي من حركة المقاطع. ما بزبط نضيع وقتنا. بدل من ضلم مركزين على التكتيكات وعلى استمرار عمل حركة المقاطعة. على انه احنا الفلسطين نتكاتل مع بعض يعني خلص اتركوا اتركوا هذا الموضوع. هلا اثبتت حركة المقاطع. ان جاعت استراتيجيتها بكل عمل وبيصير اليوم على مستوى العالم وهذا الحراك. اللي هو كل حراك التضامن يعني كمان حركة المقاطعة. جا تقول لك والله احنا نزلنا كل الناس على الشارع. اه بس فيه استراتيجيات تم وضعها من ثمانتعشر سنة. اليوم عملها بتثبت نجاعتها. وفيه ضخم جدا. اليوم بتشوف كل كل اللي بنزله على الشارع. هم مجموعات وشركاء حركة حركة المقاطعة. مثلا في لندن بي اس سي بن جمال والشباب هناك. هم البقودوا كل هاي هاي المظاهرات. بالاضافة للاتحادات العملية لكل ياتهم جزء من من حركة المقاطعة وشركاء وشركاء الحركة. ففيه هاي النجاعة. في الولايات المتحدي اكثر حدا اليوم. اه وهذا لازم بصراحة هدول الناس لازم يقول لهم اه انتوا نعطيهم كريدت. الصوت اليهودي للسلام اقتحموا الكونجرس. خمسمائة حدا تم اعتقال منه. حكوا انه مش باسمنا اللي عمله بصير ضد الفلسطيني. وانه احنا كيهود مع مع الشعب الفلسطيني. وقاله بالرأي العام العام في الولايات في الولايات المتحدي. هدول كمان هم هذا الشركة الرئيسي لحركة المقاطعة. وهدول كمان بمعنى استراتيجي التنصيق معهم عملوا بنشغل بشكل يومي. شو المطلوبة? كيف لازم نشتغل? حركة المقاطعة من وقت سبع اكتوبر لحد هاي اللحظة. طلعت سبع آآ دوكيومنت توجهية. سبع دوكيومنت توجهية. تتذكر مسيرة القولية في لندن. الصبية اليهودية اللي طلعت آآ تحكي على على البي بي سي. تبعتنا. اللي طلعت للشركاء انه يجب معها تركيز على واحد تنين تلاتة تلاتة اربعة. فانت عملت هذا الاختراق وصار فيه عن جد التغيير للرأي العام العالمي. اما قصة انه احنا الفلسطينية شوي نختلف مع بعض. حدا قاعد في اوروبا مقضيها الطخطخ على البلد. ولا حدا بديشتغل استراتيجي ومنهج وما اقرى ذلك. هذا الفرق بصراحة. بس يعني مش. ازا ما وصلت لدرجة نبعته ده رسائل تهديد. والله منعرف هذا موضوع تهفة اذا ما شو بدنا نحكي فيه من ساعت منه. برسائل تهديد شو خلصنا احنا بس رسائل تهديد شو هذا اشي سخيف بس بس بنظر كتير مهم لانه انا بحكي لك كان عندي موقف سلبي تحديدا على حركة المقاطعة بشغلتين بشغلة المعايير انه هي ضر افتاء فمع الوقت ومن شغلي بالاعلام وتحديدا يعني الاخبار والنشاطات صرت اشوف اهمية المعايير والمرجعية فصرت ادافع عنها يعني من هذا الباب واشي تاني سابقا كنت اشوف انه في حالة انه انت احزاب انت مجموعات تاني انت كزا يعني هيك عند حركة المقاطعة في حادثة او حادثتين خلوني اكل اوكي هدول التنتين كافين لقيل انه يقولوا واو المخاطر اللي ممكن تكون لانه انت لما يكون عندك خيار انك تروح تعمل مدام عندك شبكتك الكبيرة وقادر تعمل مؤتمرات بديلة وغيرها عن مرجعيات فلسطينية سوي لحالك حركة وريح راسك مفتوح الباب واعمل معايير ليه بدك تاخد هاي الحركة اللي شغالي يعني يعني هاي ممكن المجموعات اللي هي الاشكالية ممكن نسميها اشكالية ممكن تعمل شغلة يزام كل اللي هوب الصوفيوني كل حكومات الولايات المتحدة بالذات حكومات اوروبا ما بيهجمع المجموعة تاني يوم بيهجمع حركة المقاطعة لانه هم مش شايفين خبير حركة المقاطعة هذا صار بامريكا عملوا هادولا المجموعة فيلم تاني يوم المدعي العام صار يحقق في حركة المقاطعة وعلى قطة في الموضوع واحنا ماناش دخل ماناش دخل في الموضوع وعندك الدنيا كله ياتها تجريم في الحركة وهجوم على الحركة وفيش حدا بيحكي مرحبا الا بيهجم على الحركة طب انا مضطر احمي حركة المقاطعة هذا مش 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 لانه هي مقدسة بس لانه هاي بتمثل امل للشعب الفلسطيني في شكل نضال اليوم اثبت انه جدا جدا مهم في حماية الشعب الفلسطيني وفي تعزيز نضاله نحو التحرر وتقرير المصير طب محمود الاستراتيجيات اللي بتحكي عنها هي قيمة بتعملها حركة المقاطعة وبتقدمها لكل المؤيدين والمناصرين للقضية الفلسطينية حول العالم واللي بنظري انه حتى يعني اثرت فيه ديناميكيات الاحزاب نفسها ايجابا وصاروا يشتغلوا حتى بطريقة ما يعني بقريب جدا من طريقة عمل حركة المقاطعة بشكل افقي اكتر فيش هداك الاشي المركزي اللي بيدير كل اوروبا على سبيل المثال بالزبط كيف اتطورت الاستراتيجيات محمود وصولا عند مشهد انه اليوم احنا بطوفان الاقصى بحرب 7 اكتوبر او عمريات 7 اكتوبر عم منشوف الناشطين والحلفاء والشركاء اللي انشغل عليهم على مدار فترات او انشغل معهم على مدار فترات عم بيقودوا المشهد وبقودوا الخطاب كمان بس بنفع تساعدني افهم كيف تطور الاشي وصورا لهذا المشهد شوف هو بالاساس الاساس في كل عمر حركة المقاطعة نداء 2005 اللي هو بيحكي عن ثلاث تكتيكات وبيحكي عن ثلاث اهداف اللي هي مقاطعة سحب استثمارات فرض وعقوبات انهاء احتلال انهاء ابرتويد واستعمار وحق عبدال اللاجئين الفلسطينيين هذولا الثلاث في ثلاث تلاث تكتيكات وثلاث اهداف بعدين اعتماد حركات المقاطعة على القانون الدولي وحقوق الانسان وكانت واضحة انه هي حركة حقوق الانسان تعمل في اطار القانون الدولي وحركة فلسطينية ذات امتداد عالمي يقودها ويوجهها الشعب الفلسطيني من خلال اللجنة الوطنية المقاطعة اللي هي اوسع اتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني هذا جانب بعدين جانب اللي تطور المعايير وتطور الاستراتيجيات وحركة المقاطعة الجاهز تقول لك هاي ثلاث تكتيكات كيف احنا مستخدمه بالاضافة الى مجموعة معايير في موضوع انه مثلا الاختيار الحملات او اختيار الاهداف وهذا بجيبنا على موضوع الشركات الكثيرة اليوم عن ملوه المحدة فيها حركة المقاطعة كيف تختار اهدافها تقول لك اولا مقدار التورط والتواطم للشركات الدولية وثانيا امكانية النجاح وثالثا امكانية بناء تحالفات واسعة ضد هاي الشركة عشان انت تنجح بدك تستهدف الجانب الاخر في المبادئ العملاتية الحساسية للسياط التدرج والثبات في الحملات في حملات اخذت معنا تمن سنين بس لما نجحنا ضد هذه الشركة بعد ما خسرناها ستة وعشرين مليار دولار اليوم في كثير شركات انسحبت في كثير شركات انتنعت عن استعمار لدى الاحتلال فهاي المعايير كيف كيف يتحدد هلأ الاستراتيجيات الاستراتيجية الرئيسية الكبرى هو فرض عزلة على على نظام اسرائيل من الاستعمار الاستطاني والابرتوائد والعزلة معناها قطع العلاقات الاقتصادية وصلا لفرض عقوبات اللي هي انت التكتيك الثالث والاهم والاخير اللي هي انت بصفي في عندك فرض عقوبات اقتصادية فرض عقوبات سياسية طرد من الامم التحدي طرد من اللجان الدولية منع استثمارات سحب سندوق التقاعد والبنوك استثماراتها بشكل كامل وبالتالي هذا النظام هذا النظام الاستعماري نفسه بصفي معزول بشكل كامل مما يجعله يخضع لحقوق الشعب لحقوق الشعب الفلسطين هاي الاستراتيجية الرئيسية هلا بعدها كيفنا نشتغل مع الناس انت اللي بتجي بتقترحه عربيا ما بزبط روح تقترحه في الولايات المتحدة على سبيل المثال على الحكومة هذا كمان مبدأ مهم اللي هو برجعنا لموضوع الحساسية للسياق اليوم اللي بصير في المانيا مختلف كليا عن اللي بصير في اسبانيا او في بريطانيا على سبيل بصير موش مستوى الترهيب اللي موجود في المانيا ضد الفلسطيني او اي حدا بحكي فلسطين او برفع عالم فلسطين هذا غير مسبوق وبالتالي انت يحتم عليك انك تشتغل ضمن سيقات معينة في امريكا مثلا اليوم فيش بي دي اس فيش اش اسمه مجموعة بي دي اس في مجموعة انتين هون ليش لان السياق مختلف استراتيجيا انت بحاجة للشركاء اكتر ما يكون في عندك مجموعات اسمها بي دي اس لان شركاء كثير كبار كثير اقوية ومن خلالها بتقدر تنفذ كل الحملات والتوجهات بتقدر تبني استراتيجيات العلاقة في الولايات المتحدة استراتيجيات للتأثير في الكونغرس استراتيجيات لبناء الحملات والتأثير على مستوى السلطات المحلية واستراتيجيات مختلفة باكتر من باكتر من شكل وبالتالي بهاي الطريقة انت بتقدر تبني هذا النوع من الاستراتيجيات اللي هي بالاساس كل هالهدف منها انه تحول هذا النوع من التضامن العالمي لتضامن حقيقي فعال على اساس التأثير على اهداف محددة وواضحات المعالم بدل ما يكون مشتت وهيك الضايع في العالم وبناء وتطوير الاستراتيجيات والادوات مع الشركاء بشكل بشكل سريع وبشكل يومي على كيف ممكن هاي الاستراتيجيات تخدم الشعب الفلسطيني زائد المعايير وتطويرها وبناء المعايير بنقشات واسعة كمان مع اه فلسطينيا وعربيا بما ياخدت القضية الفلسطينية لاخد بعين الاعتبار انه كمان الدنيا بتتغير يعني فيه تغيرات عمالها بتصير ممكن هاي المعايير بحاجة لتطوير طول طول الوقت فيش ولا ايش مقدس مع هذا طبعا المبادئ اللي هي انه بسياق بسياق الاهداف والاستراتيجيات الاهداف اظن صار في مرحلة ما انتقال من استهداف الحكومات والانظمة للعمل اكثر مع المجتمعات لا هو بالعكس هو طول عمره العمل على مستوى القواعد فبتال النداء نفسه لما اطلق هو اطلق على مستوى لاحرار لاحرار العالم هلا انت عشان تشتغل على مستوى الحكومات بدك تبني قاعدة ضخمة بمعنى ان القاعدة تكون قوية وقادرة على التأثير على مستوى اولا السلطات المحلية المجالس البلدية وهذا عماله بصير في حملة مناطق خالية من الابرتويد والبلديات اللي بتقطع علاق انت مع الاحتلال وبتنهي اتفاقيات التو امام مائل ذلك بعدها انت بتنتقل لمرحلة مختلفة اللي هو على مستوى الفيدرالي او على مستوى البرلمان على سبيل المثال للتأثير على مستوى البرلمان اللي هو لاحقا راح يصير فيه تأثير على مستوى السياسات الخارجية للحكومة وقتلع انت من تحت لفوق عمالك بتشتغل مش بالعكس بالعكس بتصير صعب لانه انت بتقدرش تغير بالحكومات بالذات حكومات غربية متواطئة بشكل كبير جدا مع حكومة الاحتلال ونظامها ونظامها الفاشي وهناك بتصطدم بحالة من الاحباط وتبطل داخل تشتغل بس لا انت بتشتغل قواعد وبتطلع والقواعد بتصير فيها تغيير على الرأي العام العالم والقواعد المقصود فيها مش بس الناس كافراد كمان اضافة للناس كافراد انت المرحلة الثانية من القواعد للاتحادات النقبات منظمات مجتمع المندني منظمات الحقوقية المجموعات الشبابية الافراد كل كل الشركاء لما تبني هذه التحالفات الواسعة اللي هي جزء من نجاح الحركة بتصير تأثر بصيروا بقدر يضغطوا اكتر على مستوى المجالس المحلية يعني هلأ عملها بتوصلنا اخبار انه في مجالس محلية في اكتر مكان في العالم نفس الناس ضغطوا باتجاهنهم يعلموا انه هم ضد ارتكاب اسرائيلي جريمة الابادة الجامعية وقتلوا العلاقات بشكل كامل والانضمام لحملة مناطق خالية من الافرطاني وهذا كثير مهم على الناس طلعوا مسيرة كمان مهم بس كثير اهم انه المجلس في البلدية يقول انه احنا مننهي كل علاقاتنا مع اي شركة عالمية بتتورط في في انتهاكات حق الشعب الفلسطيني ومن ضمنهم هدم المنازل زي شركة هنداي للصناعات الثخيلة عسى بالمثال او او كتر بلان طب هذا كثير باثر من ناحة تانية كان دايما نتطلع على حركة المقاطعة انه هي بتستهدف الاجانب تشترل مع الامريكان تشترل مع الاوروبيين لحد اخر عشر سنين يمكن اه يمكن اه يمكن 2014 او مع الربيع العربي اكثر صار فيه توجه للشغل مع اه في السياق العربي او في الوطن العربي اكتر وهذا الاشي تزامن بتحليلا عن بحكي تزامن مع اه عودة يمكن ناس مبتعثين اشتغلوا اه درسوا في جامعات نشطت فيها حركة المقاطعة من خلال الشركات رجوا ع بلادهم وبلشوا يأسسوا افرع فيه شفت بنحكى بالتحليل بنحكى انه فيه شفت او حركة المقاطعة صارت تهتم بالوطن العربي او 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 غيرت او انتقلت صار هذا الشي ولا بالاول انتو كنتوا ماشيين او كانوا ماشيين ما قبلك يعني كانوا ماشيين بمصار واضح يوف هو يريتنا يريتنا مش بحاجة لنهتم في الوطن العربي لانه حركة المقاطعة بتروح على مكان اللي بدها شغل يعني احنا حتى فلسطينيا ويريت لو انه احنا مش بحاجة نشتغل فلسطينيا لو احنا مش بحاجة معناها سفر منتجات اسرائيلية سفر تطبيع معناها احنا مش بحاجة نشتغل انت بتروح بتشتغل في المناطق اللي هي بحاجة لانه تغير فيها هي حركة المقاطعة فعليا اه لا على مستوى الفلسطيني هي من الفين وخمسة بتشتغل وفي حملات مقاطعة كانت قبل واستكملت على المستوى العربي كمان نفس الشي بس انت وانت بتروح تخلق تحالفات وكيانات لما تكون انت بحاجة يعني مثلا بتلاقي في مجموعات مناهضة التطبيع ومجموعات مقاطعة والنقبات والاتحادات على المستوى العربي كلياتها مقاطعة فانت ما في حاجة عندك تروح تعمل مجموعة على سبيل المثالة ما هو الشغل مشغول وموجود بتصفي انت التدخلات الموجودة عندك اه والله يا جماعة تعالوا خلال نحكي على النقبات انه في هذا الموضوع المهندسين مثلا في الاردن انتبهوا لانه في مصنع اسرائيلي بحاول ينبنى في منطقة ما عمموا على المكاتب الهندسية انه ما حدا يعمل المسططات او ما حدا يشتغل معه على سبيل المثال هم الناس جاهزي عربيا انت عندك السقف مرتفع لا امت حركة المقاطعة صارت تشتغل كثير اكتر لما بلش موضوع سابقا تشتغل عن موضوع الاتفاقيات اتفاقيات الغاز مثلا انت مضطر تروح وتعمل هذا الشغل لانه فيه شغل لازم ينشغل وفيه بناء تحالفات لازم ينعمل صار تصعيد لنشاط حركة المقاطعة اكتر بعد موضوع اتفاقيات تطبيع ففعليا لو انه مش بحاجة كان حركة المقاطعة لا خلايا مركزين على على الغرب لو خطوطنا الخلفية جاهزة بس للأسف خطوطنا خلفية مش مية في المية اه مش مية في المية جاهزة فعشان هيك كانت بالاساس توجهاتها في المنطقة العربية لا باتجاه المقاطعة ومناهضة تطبيع وهذا كمان كان كثير اشي مهم بالعكس تراتيجياتها الاخيرة كانت باتجاه انه موضوع التطبيع هو النضال تقاطعي مع شعوبنا العربية لانه التطبيع يؤذي الشعوب العربية مش بس مش بس اه الشعب الفلسطين. وهذا صار صار واضح اليوم بعد هاي هاي الجريمة ضد ضد شعبنا. بينما صحيح فيه هناك تركيز على الغرب. والتركيز الاكبر على الولايات المتحدة. عشان هيك اليوم بنشوف اكبر التحالفات واضخمها هي في الولايات المتحدة. لانه صار كتير واضح بعد كمان هاي الحرب. انه الشريك الاساسي اللي انت بحاجة لانك تفككه هو الولايات المتحدة. وهو اللي بعمل على حماية هاي المستعمرة الاستيطانية. وبعزز بعزز من نفوذها وبدعمها في جريمة ابادة جماعية. واليوم صارنا شايفين انه حتى فيه تراجع الموقف الامريكي والاوروبا عن عن قبل عن قبل اللي هو بالذات لحد بعد خمس ايام من سبعة من سبعة اكتوبر. فيه تراجع لانه فيه ضغط على المستوى الشعبي. فيه ضغط باتجاه تغيير تغيير السياسات. لليوم فيه تركيز كبير على مستوى الغرب. لانه التواطئ الاكبر جاي من الغرب. معه انت شو الفكرة حركة المقابلة. ده تنهي التواطئ. ده تقطع هاي العلاقات. العلاقات الاكبر. والتواطئ الاكبر. جاي من الغرب والمقصود بالغرب. مش بس اه مش بس اه العالم الغربي. لا كمان في عندك العالم الجنوب الهند على سبيل المثال. اليوم حركة المقافعة صارت تشتغل بشكل اكبر. في الهند. في كوريا. في اليابان. في نيوزيلاندا. في استراليا. ومضرها عالم اه آسيا وشرق آسيا وعالم وعالم جنوبي. واليوم عملنا كثير اكبر في افريقيا على سبيل المثال. لمنع نجاح استراتيجيات الاحتلال في اختراق الاتحاد الافريقي. وفي تعامل مع دول كثيرة في اه في افريقيا. في اندونيسيا على سبيل المثال. انا كنت في اندونيسيا قبل ثلاث شهور يمكن. كل موضوعنا في اندونيسيا انه حسنا انه اندونيسيا تكا وبدها تروح باتجاه التطبيع. وبتالي في استراتيجيات تنبنى بناء على الحاجة. على مقدار التواطئ والتورط. واستراتيجياتنا عربيا مبنية على انه في خوف انه يصير فيه في تطبيع اكبر بالذات اللي ما كان فيه نقاشات حول موضوع موضوع سعودي. والاستراتيجيات كانت مبنية على انه هذا النضال التقاطعي. فعشان هيك ممكن الناس كانت بتحسن ان لا مش كثير موجودين عربيا. ولانه كان فيه مساحات عربيا مغطة. ما لجان مناهضة تطبيع. لجان مقاطعة لاتحادات النقبات. فما كانش فيه حاجة. لا لانه احنا كان نشتغل من خلال مبدأ تكاملي. مع كل القطاعات على المستوى العربي وفلسطينيا. واذا بتنتبه حتى بفلسطين. حملات المقاطعة لما بتطلع بتطلع اسمها حملة مقاطعة بي دي اس. في حملات مقاطعة موجودة بنعززها. بنشتغل معها. بنشتغل تحالفات كلياتنا. كلياتنا مع بعض. لانه ولا مرة ولا مرة كان بالنسبة لحركة المقاطعة بنعمل مش مهم. بي دي اس مش مهم. البراند مش مهم. بس المهم الاهداف والمهم يكون فيه تأثير تأثير حقيقي. عشان هيك اليوم نشوف كثير من الشركاء هم بيشتغلوا كشركاء. مش بطلعوش باسم بي دي اس. لا بطلعوا ب باسمهم كشركاء. واحنا معنيين نعزز من شركائنا. ونعزز من من تحالفاتنا وبنائها. ومش بالضرورة نظل نخلق مجموعات بي دي اس. المفروض انه نخلق عمل اكثر. وانشطة اكثر وحملات اكبر. هاي هي الهدف. مش الهدف نعمل البراند لبي دي اس. ولما نخلص ونحق وان وحقوقنا تصير تصير حاضرة وتم تم تحقيقها. تاني يوم مش راح يكون في بي دي اس. لانه هي موجودة الى هدف. عندما تحقيق هذا الهدف. خلاص. تنتهي. انا لفتت لفتتني اجابتك كتير وبعدها عالك براسة انه على اليوم لو ما نشتغلش على العرب من مرة ولا نشتغل بفلسطين من مرة يعني على اليوم. وفعليا هيك. لانه بتطلع كمان انه مش بس على اليوم لو انك تشتغل بضلك مركز برا عم بتطلع كداش بتم الطعن بشغلك من خلال الاشارة للتطبيع في فلسطين او بعض العلاقات والتعاملات في فلسطين من خلال مزايدات يعني عم شوف على السوشال ميديا حجج الذباب بالاساس وبعض النخب العربية اللي بتشرعن التوجه للتطبيع بتستند بالاكتر على اشياء السلطة بتشتغل فيها بشكل اساسي ومن ناحية تاني فعليا عندك يعني محاولات الاحتلال لا احتواء الناس اه ودمجها قداش السياق التطبيع في فلسطين نعتب عن الناس بس صحيح هي نقطة ضعف لان السلطة كمان وتطبيعها ما هي لا تكون يعني اه هو مش مبرر بالتأكيد لل للانظمة للانظمة العربية اللي هي راح على التطبيع بالسلطة بدون السلطة محدش سائل بالسلطة اصلا وهي بتضغط على السلطة باتجاه يعطيهم السلطة سك غفران انه اه والله يروحوا باتجاه باتجاه التطبيع واسوأ اشكالة تطبيع التنسيق الامني وهذا تبرير لانه اي حدا بده يروح باتجاه التطبيع بس هاي النقطة الضعف موجودة عندنا واحنا موضحين جدا جدا في اندقادنا للسلطة في موضوع في موضوع التطبيع ونتصدر التطبيع بكل امكانياتنا وقدراتنا وبنتصدر اي حدا عربي كمان بده يستخدم السلطة كذريع على يروح باتجاه التطبيع عشان هيك قلنا انه مع شعوبنا العربية ضد التطبيع هو النضال التقاطعي لانه التطبيع مش بس بيئد الفلسطيني بيئد كل حدا موجود في الدول العربية وهذا صار جدا جدا واضح موضوع الغاز والاتفاقيات مع مصر موضوع المياه موجود يعني تخيل الاردن سلم ورقبتهم للاسرائيليين من خلال المياه اللي هي الاساس في موضوع حفظ الامن القومي بالاردن وهذا عماله بصير كمان مع مصر من ناحية موضوع الغاز مع انه مصر عندهم غاز بكفي كل العالم راحوا استوردوا غاز من الاسرائيليين طب هذا ليش? هذا لانه بدهم يصدروا الغاز باتجاه اوروبا مع الاسرائيليين وراحوا الاسرائيليين اه عملوا اتفاق مع قبرص وميعملوا خط بايبلاين وخلوا المصريين اه على جهة والسلطة طبعا هي كانت الاساس جاهة تزور في الموضوع راحوا ختم وختموا الشباب بدون حتى ما يحددوا الحدود البحرية الفلسطينية هذا موضوع هذا موضوع كمان طويله من فترة اشهاد ايش المصيب السوداء اللي احنا جايين عليها اه مصيب اه مصيب اه في موضوع السلطة بس بدي اضل بسياق فلسطيني وبحس انه هاي اجابة يعني موضوع بيضل ينحكى ينطعن فينا في وبنطعن بشغلكم بقدر افهمو بس انت احنا بفلسطيني بنقدر عن جد نقاطع اه ليه ما نقاطعش شو احنا فشش مفش انه بديل على سبيل المساء طب انتو انتو انا بدي افترض معلش هلا مش ذبابي يعني بديش ولا بكباشة الحال ان اكون مكان ذبابي بس بمكان الحدث اللي بطعن دايما بفهم اللي هو قضية اتنوفا بتقدر تقاطعها وتروح لشركات عربية بس كمان فيه سياق اللي بنحكى لك انه انت حتى الشركات العربية هاده دايما او الشركات الفلسطينية المواد الخام تبعتها مربوطة باسرائيل ما هذا كانت اعدار سابقة لان ناس داشت القاطعه اليوم انت عندك إنتاج الحليب الفلسطيني 110% وهذا من اتحاد الصناعات وهذا الحليب ما لو بيجي من هذه المصانع بفكره هذا الحليب بيجي من سيدات في الأغوار واحدة بتعيد خمس أبناء عندها بلف تنك الحليب بلف على البيوت بأخذ الحليب من البيوت من عند الناس ومن التعاونيات ومن كل هاي الأشياء هذا كمان الناس لازم تعرف وأنا بحبش هدافع عن منتج الفلسطين أصلاً إحنا لما بنحكي للناس قاطعوا قاطعوا الإسرائيلي إن شاء الله بتشتروا من هولولولو مش بالضرورة تشتروا الفلسطيني بس طبعاً هذا بدعم عجلة إنتاج فلسطينية أنه بخفف من البطارة وكتر شغلتين موضوع أنه بيشتروا مواد خام فاش حدا بيجي مواد خام من الإسرائيليين إحنا بنشتروا مواد خام من برة وبتيجي من خلالهم لأنه إحنا مضطرين على الموانئ تبعتهم فاش عنا مواد بس فعلياً ما في مواد خام بمعنى أنه بتنشرها من الإسرائيليين هذا جانب وهذا عذر بصراحة حتى لو كانت في جزء بسيط المواد الخامل إحنا مضطرين نشتريها هذا يعني أقل ما فيها بدك تشتري المنتج الفلسطيني أو تشتري المنتج العربي أو المنتج العالم وفي إمكانية لمقاطعة كل إش إسرائيلي بصراحة ما لغينا ولا منتج أنا يمكن بعرفش كدش ثاني إلى المقاطعة بس مش متذكر عمري دخلت إش إسرائيل لبيتي ولا عمره نقص علينا إشي ولا عمره بدي يشتري الإش بيلفت نظره هيك أو إش إزا هيك بيلفه وبتطلع عليه كله عبري بقرأ أشياء أكيد أنا بقرأ أشياء عبري كمان بيزدت له محل بقول له هذا إسرائيلي لو كان عن جد حابه من جوا ولد عمره خبس سنين فميجيش حدا هلا يحكي إنا مالله أنا متعود على التبوزينة ولا متعود على تنوفة ولا مش أبقدرش أستغني عنها هلا هذا صفد الموضوع بقينا شوية نتحمل الناس هلا فش مجال نتحمل بعض في هذا الموضوع فيعني اللي مش شايف حاله اليوم آمن بفكرة المقاطعة وما بدوش يقاطع أو ما إرى ذلك أنا عارب شو بدي أحكي لك مع أنه أصلا كليات كل أشياء هاي سكاعة اليوم صارت سكاعة خلصنا يعني أنا أذكر بدايات الحكي على كوكوكولا لسه كوكوكولا لها أكتر من لير بس يعني أكتر من مستوى بنقاشها بس بتذكر حجة الناس كانت أن الكوكوكولا الإسرائيلية فيها غاز أكتر يعني أنه يعني جنان زلمي بقيت في بس دي أسألك من مكان تاني أنتو كمان بتشتغلوا بإسرائيل وبتبنوا لهم المستوطنات اللي بتقولوا لنا نقاطعها شوف هذا موضوع هذا موضوع مختلف كليا على موضوع العمل في المستوطنات بالتأكيد إحنا ضده بشكل قاطع وكامل جدا جدا بس كمان هذا بتدخلنا عن موضوع العمال الفلسطينية في الداخل في الثمانية واربعين بشتغلوا هناك الأنت العمال داك توفر لهم ورصة فرصة عمل أول قبل ما تقول لهم بتعلقاته لأنه كمان مرة واحد معايير له إمكانية النجاح بحكيش مستوطنات استوطنات اتفقنا هياجب مقاطعاتها بشكل كامل عدم التعامل معها في الداخل تبتحكي عن متين مش عارف ألف عامل بدك توجد لهم بديل هذا مسؤولية السلطة تتفضل السلطة توجد بدائل للعمال ويكونوا جزء من تشغيلهم وهذا علاقة بالضغط دولي لأنه احنا كمان المناطق اللي مفروض ينشغل فيها هي مناطق تم مصادرات الأغوار يا مصادر يا مناطق عسكرية أنا ممنوع تشتغل ممنوع تزرع فيها طب انت أحكي لك شغلي المزارع اللي في الأغوار اللي عنده خمسين ستين دنم أرض مش قادر يزرعهم ومضطر يشتغل لدى لدى الاحتلال لأنه ممنوع يزرع يزرع أرضه كمان احنا بزبطش نحمل نحمل عمالنا مسؤولية أنه والله تشتغلوش وتعالوا طب أنا بحكي لك خلي العمال تاني يوم ما يشتغلوش خلينا يوقفوا يعملوا احتجاجات ضد السلطة توفر لهم فرص فرص عمل فكمان هاي الأشياء الناس تخذها بعين الاعتبار أنه احنا شعب تحت نظام مش بس احتلال نظام استعمار استطاني قمعي بشكل غير مسبوق الناس اللي بتنزل بتتخذ درجة الزتون تبقى حتنطخ الأراضي اللي كانت تنزل على زمان اليوم مش موجودة كلها يتم مصادرتها وبنمنع الناس طب أبو صقر في الحديدية في الأغوار مسورة الماي هيك تبعت المستوطن بتمرق من جنب بيته عشان يجيب ماي بروح بيجيب من طباس تنكات ماي يعني قصدي عشان الناس كمان تفهم وأبو صقر موجود بين مستوطنتين كل يوم بيحتقلوا واحد من أولاده كل يوم بتدخل الدبابات بتكسر بتدخل بالزريعة كلياتها وبتدمر الدنيا كلياتها وواقف وصامد وموجود في أرضه ومع أنه فيش عنده نقطة مية يشرب فيها وغير الأغنام اللي بتنطخ غير الاعتقالات غير الضرب بالليل وبنهار فكمان الناس عربيا بمحطوا في بالهم اعتبوا على الفلسطينيين بنعرف العتب على قدر المحبة بس كمان في نفس الوقت احنا تحت نظام استعمار استطاني غير مسبوق وأبرتويد غير مسبوق العالم كل ما شافش يسيه والدليل اللي بتصير اليوم بتصير جريمة إبادة جمعية ضد شعبنا الفلسطيني والعالم عماله بتفرج ومدعوم من الغرب بالذات أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بشكل واضح جدا بيقولوا للعالم إنه آه مش بشكلوا قتلوهم هدول مفيش عليكم مفيش عليكم حرج بس طه هذا رح نحاسب العالم كلياته بس توقف هذه الجريمة رح نحاسب العالم كلياته ومش رح نتركهم ورح يعرفوا مقدار الغضب المشبول بالحزن لعنا وعن جد رح نحاسبهم بس كمان آه احنا تحت هذا هذا النظام اللي مش عمله برحم ولا أي حد فلسطيني واللي يهدف بشكل أساس طب محمود عندك نخب اقتصادية فلسطينية اليوم كمان مورطة مع اسرائيل يعني شراكة مفتوحة مع اسرائيل لدرجة أنك أنت بتبطل عارف قادرت يعني تقول هذا هاي شركة وطنية ولا معرفة شو الشركة الوطنية اليوم بنموذج الاقتصاد الفلسطيني يعني لا هدول عددهم مش كتير كبير بصراحة يعني هلأ هم كلهم موجود فيهم بيانات آخر بيان كان على موضوع مؤتمر اقتصادي تبع دافوس اللي حكي أنه في مجموعة رجال أعمال فلسطينية بدهم يعملوا مبادرة اقتصادية للسلام مع رجال أعمال إسرائيلي طبعا أنا عرف واحد منهم تانين متخبيين إذا موجودين يعني وأنا أعتقد أنه هذا بس طلعة تاكد كمبادرة تافهة على أساس أنه يحكو أنه آه ممكن إحياء السلام ونزل بيان في هاي المبادرة باسم الشخص وفي نفس الوقت بجماعة الهاي تيك والتطبيع اللي سابق كمان في مجموعة بيانات بيانات هم يسمع هم كم حدا نحن ما بنقدر نقول نخب اقتصادية فلسطينية لأن هم فعليا كم حدا بينما الاقتصاد الاقتصاديين الفلسطينيين لا عندهم شركاتهم عندهم كذا وجزء كبير منهم أصلا بالأساس هم بيشتغلوا برة فلسطين وفتحين هاي المصالح في البلد وفي مش عارف مش عارف وين مش اقتصادي بقدرش أحل بالظبط شو الواضع بس أنا من منطلق انه هل في هناك تطبيع اقتصادي وما إذلك كان في محاولات كثير كبيرة لخلق سلام اقتصادي فشل في عربين قيلوا هلأ كم واحد تنين ثلاث هم عربين السلام الاقتصادي ولكن هم كمان بفشلوا بشكل كبير كبير جدا كمان أنا كعربي بدي أقول لك انه أنا بتفرج على السوشال ميديا بشوف كل فترة اجتماعات بكون فيها جنود وجيش ومنسقين وكذا وعشوات وغدوات وهذا الحكي بحكي انه انتوا على مستوى اجتماعي وتحديدا الاجتماعات اللي بالخليل يمكن بالأكتر انه انتوا كمان على مستوى اجتماعي عندكم علاقات موجودة مش حتى هيك على مستوى بني أدمين بالصورة لا على مستوى عسكر الجيش اللي انت بتكلي هذا لا يمكن تعميمه هاي طفرات هو يعني هلأ شوف في كل نضالات شعوب العالم مش فيه كان ناس طبور خامس وكان فيه عملاء وكان فيه كذا وش عرف ايش كان فيه هلأ احنا فيه عنا شوية روابط قرى بمعنى انه محاول لإحياء روابط القرى من خلال مجموعة من الأشخاص اللي عندهم ارتباطات سابقة ومن خلال توريط مجموعات أخرى من الناس هلأ فيه غضوات فيه عشيات محدودة بعيد لك إياهم بكملوش أصبع أصبع علي فيه كم واحد بالخليل في البلد القديمي وفيه اللي صار في موضوع مسافر مسافر رياضة اللي هي مجموعة ودخل عليهم مدى العسكري كانت في رمضان وفيه كمان مجموعة اللي دام بتعمل في مستوطن تفراد في عيد العرش اليهودي ثلاث هم فعليين بس هدولة محمود إشارة لشكل علاقات لا مش بس إشارة لشكل علاقات هذا إشارة لمخطط هذا إشارة لمخطط إنه في محاولة إحياء روابط القرى من خلال العشائر ومن خلال الناس موجودين ربما متنفذين في بعض منهم متنفذ في العشائر بهذا الاتجاه بس مش هذا المهم المهم رادي تفعل الناس انتزعت الشعي عنهم بشكل كامل كان في حالة ضواجان ضخم جدا جدا في البلد وتنساش هذا صار في وقت اللي كانت شوية الأمور مريحة مش حارب وإبادة جماعية يعني اليوم لا يجرؤ ولا أحد منهم يطلع بهذا النوع من الأنشطة نهائي لا يجرؤ أي حدا منهم لأنه كمان المد الشعبي والتوري ومنفس الناس كثير أعلى من مكان خلال قبل فترة واليوم إذا بتنتبه كل يات رموز العلاقات مع الاحتلال واللي كان عندهم تطبيع والشركات التطبيع وما إلى ذلك كلهم راسهم بالأرض ولا واحد يقدر يرفع راسه اليوم لأنه نفس البلد صار كثير أعلى أنتوا اليوم بتحكوين أننا لازم نقاطع ستة شركات موجودة ماك دونالز منهم ماك دونالز ومنه سبيتزا وبيرجر كينغ بس هدولة فعليا مطاعم وطنية وأنا موجود بالأردن للبنان وقطر والإمارات والسعودية وغيرها وماك دونالز في كل البلاد هذي طلعوا بيانات وقالوا أنه هاد الشركة شركة وطنية اسمها كذا 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 وما تقاطعونيش انتوا بخاطر المنتجات الوطنية اللي طلعناها عشان نكون أكتر وضوحا للناس جزء منه حملات سابقة زي كارفور وأكسا وأتش بي وغيرها ها طبعا يضاف إلى ذلك كل الشركات الإسرائيلية وكل المنتجات الإسرائيلية زاد أنه شجعت حركة المقاطع على استمرار الضغط على الشركات مثل مكدونالز وبرجر كينغ ودومينز بيت وبيتزهات وما أقل ذلك هذا يجي قولي أنه أنا شركة وطنية وأنا مش شركة وطنية تمام بنحبكم بس كمان نساعدونا في الضغط على الشركة الأم الهدف أنه سحب علامتها التجارية من الاحتلال مش الهدف أنه إحنا بدنا نسكر ونقطع رزقة حدا الهدف أنه الشركة الأم اللي أنت بتحمل شعارها واللي هي مسؤولة عن علامتها التجارية عندك وعند الاحتلال مطالبة أخلاقيا اليوم أنه تعتذر لأنه فرعها لدى الاحتلال أيد جريمة إبادة جماعية إبادة جماعية مش واحد اندعس سيارة إبادة جماعية شعبنا يباد في غزة لليوم 8500 شهيد وهذا الرقم مرشح بالارتفاع يعني أنت اليوم تحكي عن 10.000 ما بين شهداء ما بين ناس تحت الأنقاض جاي تقول لي شركة وطنية وخايفة حالك تخسر وما إلى ذلك هاي شغلة فالشغلة الثانية تضغط على الشركة الأوم حتى تسحب على متة تجارية تطلع الشركة الأوم تسحب على متة تجارية ليش يعني ما تسحبش على متة تجارية شو بتستنى لحد هلأ بدكم تضلوا وتخسروا أنتوا والشركة الأوم لحد ما تسحب على متة تجارية كرفور على سبيل المثال بيختلف كان من الحملات المستهدفة سابقة اليوم كل شوية بيطلع في رسائل بيقول لك أنا بدأتبرع لغزة المليون ولا لا حبيبي هل تتبرعش لغزة إذا كان هذا التبرع لغزة هو طبيض لجرائمك ضد الشعب الفلسطيني وضد الناس بغزة ما تتبرعش واستخدام هاي الرشوة كأنه بترشي الشعب الفلسطيني والناس عربيا يسكتوا عنك عشان دك تتبرع بدك تتبرع لغزة هاي مش عمالها بتزبط لأنه كرفور هو نفسه كرفور الفرنسي الشركة الأوم في حربه على أهلنا في قطاع غزة ولليوم بنزل هداي في فيديوهات بتنزل اليوم وبتيجي كمان من عند كرفور فيتفضلوا جماعة كرفور عربيا يضغطوا على الشركة الأوم تسحب على متة تجارية من عند من عند الاحتيال اللي هي موقعات كانت موقع عليها قبل مجموعة من الأشهر أو يطلعوا يحكوا احنا ننهي علاقتنا كاملة مع كرفور وإحنا الحين صار اسمنا بعرف الشو أبصر وين في الكرفور الفطيم على سبيل المثال هذا المطلوب وإحنا مش الفكرة أنه بدك تقطع بس بس اسمح لي اسمح لي أقاطك أنت قاعد تحكي على كرفور وكرفور بيفتح قاعد عندك في البلد طب أنت تشاطر وسكر اللي عندك قبل ما تسكر لبره ما نفتح ولا رح يفتح في البلد ما نفتح احنا طلع عندنا جماعة مسلمان يقالوا بدهم واقعوا مع كرفور حكينا وضغطنا وحكينا معهم عنهم يفتحوا كرفور بس كمان أنت مش بالضرورة ألا لا بد يفتح كرفور رح يتقاطع ومش معروف وين بد يفتح وأصلا أزمة جديدة لكرفور كرفور قاعدين يخبصوا بصراحة يعني أنت هلأ جيت قول ادي أفتح فلسطينيا صار المستوطنين بيقاطعوك مش بس يعني أنت بتضرب بي دي اس بتقاطعك والمستوطنين بيقاطعوك والدنيا كلها شو اللي ورد كرفور يعني حدا بصراحة مش عملوا بفكر لذلك من سبعة وستين مليون شكل خسائرهم خلال شهر 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 تسعة سبعة وستين مليون شكل أنت جاي هون عشان تخسر ما هو أجب يعني ما بين مطرقة البي دي اس وراحوا لما أعلم بيفتح في الضفة الغربي المستوطنين قالوا أنه خضع لبي دي اس وبي دي اس نجحت منه نقاطعو صار بوكل الضرب من من أحسن يسحبوا يسحبوا يختصروا هالقصة كليات يختصوا الشر أحسن لهم ما دون ذلك رح يكون الضرر ضخم جدا على كرفور على المدى البعيد حتى لأنه أنت تحكي عن خسارة اقتصادية هلا بس في عندك خسارة السمعة تبعة على المدى البعيد رح تظل موجود محمود اليوم بالظرف هذا الموجود أنا قادر أشوف هلا يعني بنهاية الحوار هذا أنه كيف حجم التأثير لحركة المقاطعة بكل مكان وشايف كمان قادر أتابع أنه هي بتساعدني حتى أنه بتعملي هيك قوائم مختصرة أنه جماعة من نركز هذه الفترة على هذه القوائم في شي تاني أنا كحدة عربي بقدر أعمله عشان وأنا مؤمن بجدوى المقاطعة بس بنفس الوقت بدي هيك بدي نقاط صغيرة اللي تساعدني أكون جزء أو حدا مساهم في هذا الموضوع الفكرة في موضوع احنا لدينا مشكلة في هذه القوائم الكبيرة اللي بتطلع في كل شي أولا هاي قوائم مش دقيقة مش دقيقة احنا لما بنطلع حملة بيكون مبنية على معلومات دقيقة وعلى مستوى التوارض مين بيطلعها محمود شو بعرف بيطلعوا كثير قوائم فأنت هاي القوائم مش دقيقة هاي أولا ثانيا إمكانية النجاح تنخفض إلى الحضيض لما بدك تطلب من الناس تقاطعوا كل شي بطل في بدائل يعني تبدأ كالناس تقاطع كل شي في العالم شو بدها تعمل طب الناس ثالثا هاي قوائم غير مسؤولة وعشوائية وهي كمان تعزز نجة نظر الاحتلال إنه بدي أسأة ترجع الناس لأصر الحجر وهذا مصيب يعني مثلا اليوم في شركات على مستوى العالم ممكن حدا صرح تصريح إنه أنا بدي أدعم الإسرائيلين أو أنا مع الإسرائيلين هل هذا يستدعي إنه بدك تقاطع هاي الشركة بشكل كامل ع سبيل المثال والشركة ضخمة جدا وبتعمل لك مليون مليون منتج في مجموعة من معايير اللي هي جزء منها إنه يكون مركزين مركزين ونوجه طاقاتنا باتجاه هذه الشركات والفكرة إنه إذا انهزمت شركة يعني اليوم مكدونالدز لو كل الضغط روح باتجاه مكدونالدز والشركات الأخرى وما في مشكلة فيها وسحبت مكدونالدز علامتها التجارية زي المسبحة بتكر كل آيات البقية باسباحة باسباحة وعملتهم التجارية وبطلعوا في مكدونالدز هي الأكبر تقريبا وبالتالي هذا النوع من الضغط والمستوى التورط هو الأهم يعني كمان ما بزبط نصير عشوائيين من نقاطع كل إشياء في الدنيا وبصير هذا تشتيت وبيخفف الحمل كثير عن الشركات الأكثر تبارطا واللي موجودة وبتدعم بشكل حقيقي ومباشر وعالني وبشكل واقح جدا هلأ شو مطلوب من الناس احنا ما عنا مشكلة الناس قاطعة اللي بد هياه فعليا ما عنا مشكلة بنقولش للناس مقاطعوش بس كمان بس نطلب من الناس كونوا أكثر استراتيجيا وروحوا باتجاه مقاطعة موجهة وتركيز أكثر وكونوا عارفين شو بدنا كمان يعني مقاطعين مكدونالدز شو بدنا من مكدونالدز سالة بدنا مكدونالدز يسحب العلامة التجارية بشكل كامل لو يعتذر مش بدنا نسكن مكدونالدز زي ما بتحكي انه بيشغلوا ألاف العمال عربيا على سبيل المثال في مبدأ اسمه دونو هارم يعني ما تقديش كمان ما تقديش الناس بس هذا الكوربوريشن لازم ينضغط عليهم حتى ما يقضناش احنا فكمان هذا كارفور مثلا شو المطلوب منه يصحب بشكل كامل من العمل لدى الاحتلال يفسخ الشراكة مع شركة يونتبيتان وهذا بنطبق على شركات أخرى كثيرة سواء بالاعتدار والانسحاب وسحب علامتها سحب علامتها التجارية فهي هاي الفكرة توحيد طقاتنا ضغط باتجاه الشركات الأكثر تورطا الناس اللي بتها تقاطع كل الشركات تتقاطع بس هاي القوائم الكبيرة الضخمة بلاها عشوائية وبلاها كل شوية حدا يطلع عندنا فيديو على السوشيال ميديا اقول لك يطلعوا الناس كمان احنا بنقدرش بنقول لهم ما اطلعوش بس فكرة انه يعني اطلعوا بس مش كل شوي حدا طلع لي بمجموعة شركات جديدة يعني في مواقع كمان جديدة طلعت بروح انا بكتب اسم شركة معينة بقول لك قاطع هاي الشركة طب في مجال تعطيني شوية معلومات عنها يعني في مجال افهم شو تورطها هي شو بتشتغل شو سوى طب ما انا هلا باجر بحكي لابي قاوي قاطع هاي الشركة بقاوي تطلع هاي الشركة انا بدون ما اقدم لك معلومات ليش انت لازم تقطعها بدون ما اقدم لك معلومات دقيقة وفي مصادر وما اريد ذلك مش مفروض انك انت تكون بدك تقطعها بس لمجرد اش ازايك لانه كمان زي ما احنا وصلنا كثير يعني هذا سابقا مش مش هلا كان كثير وصلنا ناس تتواصل معنا انه والله في الشركة الفلانية بتشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة طب في مجال اعرف شو في معلومات في توصيق في كذا يبحثوا انه معلومات تافا اكتشف انه هذا منافس للشركة بدون ما انت توصيق لي انا مش جزء من منافستك واحتكارك ومشاكلك بالشركات بالشركات مع بعض هذا بس طبعا مثال عمستوى فلسطيني كان اكثر فعشان هيك لازم يكون في هذا الاستهداف وتوجيه طاقاتنا باتجاه شركات معين لانه ما هاي الشركات تنسحب بيخوف كل الشركات تانية كلهاته بيسحبوا ربعا في اسلوب نضال جديد انت قاعد لك هون بيس بيس جماعة التك توك اه يخذيهم هذا هذا الظاهرة جديدة كانت ظهرت على التك توك جماعة تكبسلي وبكبسلك بيطلعوا بيطلعوا مع حد اسرايلي بدهم يجذبوا الناس بفكروا انه معاركنا على التك توك معارك الشعب الفلسطيني على التك توك واني يكبس اكتر هاي هي وقاحة دناءة هاي وساخة هذا استغلال اني ضال شعبنا الفلسطيني عشان لمو شوية مصاري شحدين هدو صراحيا مش اكثر من انهم هم اه عمالهم بيشحدوا انت اشحد زي ما بدك ما عنديش مشكلة بس حبس لحساب نظال شعبك في فلسطين اه وبالتالي بيطلعوا مع حد اسرايلي الاسرايلي مبسوط وهم مبسوطين بلهم مصاري والمشكلة مش فيهم هدول اتنين اوسخ من بعض عارفين شو اللي بدهم اياه بس المشكلة بالناس اللي دخلين وكأنه يا زلمي عن جد بناضله ايوة ينصر دينك ايوة يخبط ايوة الدماغ بشكل مش طبيعي المشكلة وين انه في هاي الحالات انت بتصير المنافسة بينك وبين حد اسرايلي على هاي على هذا المنوع من الوسطى طبيعي لا مش طبيعي يا جماعة احنا ما بنتنافس يعني قصة حط الفلسطيني جانب الاسرايلي بحد ذات انت بترويج للتطبيع وكأنه انت قبلت وجود هذا الشخص بجانب الفلسطيني بحالة من المسواة بين المستعمر والمستعمر فهاي كمان بحد ذات اشكالية وطالع هاي الموضوع على التيك توك جماعة تكبيس تكبيس والحلو هادا بقاي لبس لك ملثة معاملة فيها مش عارف ايش الفلسطيني وهذاك عامل فيها جندي يعني اشي مخزي بصراحة مخزي جدا جدا ولازم هادولة الناس يعني يندغط عليهم او ما يتابعوش محدش يتابعهم يعني يندغط عليهم او بلغة اخرى يتكفكفوا يعني يتكفكفوا افتراضيا ام نحكي احنا افتراضيا ام نحكي يعطيك العافية محمود وشكرا للك يعطيك العافية شكرا جزيلا لكم يعطيكم العافية انا بظن يعني عنوان الحلقة سيكون طوفان المقاطعة يعني في ظل هذا الوقت تحديدا انا كنت محتاج اعرف اكتر وافهم اكتر لانه الناس لحالها في ظل الحرب اللي قاعد والعدوان اللي قاعد بصير على غزة دورت وبحثت ولقت فعليا انه فكرة المقاطعة بحد ذاتها هي اسلوبها بالنضال وبدعم فلسطين وبدعم اهلنا في غزة اليوم والحلقة هذه بتمنى فعليا تكون ساهمة بفهم اكثر فكرة المقاطعة الاداها هذه كيف نشتغل فيها فكرة الحركة المقاطعة بحد ذاتها خواصها وقوتها ولوين ممكن تاخدنا لك الدام شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الف عافية